بسم الله الرحمن الرحيم واحد وسبعين الأمر فيها كبير خير يا أستاذ إبراهيم تذكر أننا من مدة كده وإحنا بنتكلم فكنا بنتكلم على السلامة المالية وأهمية تطبيقها وكنا بنناشد أن هذا موضوع ما ينفعش يؤخذ بخفة لأن الاتحاد الدولي الاتحاد الأوروبي والرياضة العالمية ككل وبعد ذات كرة القدب في السنوات الأخيرة تهتم ببعض الموضوع اهتمام جنب اللي هو موضوعين مهمين جدا جدا التلاعب في نتائج المباريات والمراهنات فأنت بتتكلم لأن الاتنين مرتبطين بحاجة أخطر وهي غسيل الأموال وقلنا الكلام ده هنا طبعا أنا بفتح الموضوع ده لسببين سبب بيخصك وصبب بيخص موضوع اتكتب من عدة سنوات في هذا الشعر عشان كده حلقة اليوم مهمة جدا هذه أبرز عنوينهم مقالي وما قالوا الفار مطلب أهلاوي والغربال اللعبة القزرة في الدوري وبعضمة لسانه تزوير في أوراق شالبوكية والشموع الحمراء علي بيك أبو الفتوح وأسرار الملك الموت عشقا وأخيرا مجلتنا اليوم ومن أربعين سنة ده محتوى حلقة النهاردة لكن خلينا خبريا سريعا كده الأهلي خلص مباراته بالأمس خاد النهاردة يوم راحة بكرة بيستأنف تدريباته بكرة كمان فيه ضيف للنادي الأهلي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني في أول زيارة له للنادي الأهلي عشان يكتمع مع مواطنه ريكاردو سوارش للترتيب في الفترة الجاية والتعرف على نظام العمل والنهاردة فيتوريا راح نادي الزمالك بكرة هيكون في النادي الأهلي ويوم السبت مع بيرامدس في إطار الجولة بساعته اللي بيتعرف فيها على كل أنديت المسابقة ومدربيها لما تبقى مدرب جاي لخطة طويلة الأجل فأنت بتيجي بخطة ما يفعله الجهاز الفني الأول للمتخب الأول ومتخب الأولومبي حيعمل نفس الشيء أنا متأكد هو موضوع ربط سياسة الأندية وهالمناخ الكرة وفي الأندية ومشاكلها بمصلحة الفريق القومي والتنسيق الدائم بينهم عشان ما يحصلش التداخلات الخطيرة التي كادت أن تطيح بالكرة المصرية خلال المسلمين الماضيين دي مساء المهمة لهذا التنسيق لكن ضربة البداية كما تعودت مع مقالي ومقاله الفار مطلب أهلاوي الحقيقة فيه ناس مش عايزة تاخد بالها أبدا ولا عايزة تعترف أنه النادي الأهلي في كل مطالبه مش عايز إلا العدل والعدالة ومش فارق معاه العدالة إذا تحققت تضره أو تفيده فقط بيطالب أنه النظام يبقى فيه عدل أن المسابقة تبقى عادلة أنه قليات التحكيم بتاعتها تبقى عادلة مجرد ما اعترض الأهلي على انحياز محمود عشور في مباراة الأهلي وفارقه بشكل واضح وصريح وعايزة أقول لكم الجديد أنه الموقع صدى البلد يمكن نشر النهاردة ما يفيد أنه تلاتنبرج الإنجليزي لما تعرضت عليه الواقع بتاعت هدف الآلف فارقه أكد أن الهدف صحيح وأنه مشاف فيه مبرر لتدخل الفار لإلغاءه لا الموضوع أكبر من كده أستاذ إبراهيم الموضوع أن فيه تدليس لما أنت المعايير التي يحتسب بها التسلل متأخذ غلط هو ده ما ربط الفار سيبك وجون بقى جون يطلع إيه جون مش يطلع إيه هو الذي يعني أشار إلى فساد مؤكد وسوء نية حاجتين في موضوع ملعب نهاية أفريقيا عندما أرسل من الاتحاد المصري خطاباً بترافع منه بند من البنوت فما بقاش سهواً بقى عمداً وإرادة في قال يا سفيد الأهلي من هذه الفرصة ممر اثنين لما تحطوا النقط غلط عشان تأكد وجهة نظر تلغي بيها هدف للنادي الأهلي هذا تدليس ولذلك الأهلي يصر على التحقيق مش عشان يقوله جون صح ولا غلط الجون تحاسم عند الناس كلها بس مش هيتعسيب لك بالضبط زروحه وبرتوكول الفار والحاجات كتير اللي أضعت على النادي الأهلي أكتر من 11-13 نقطة وحسبناه هنا ويتقالك أن النادي الأهلي متعسر يتعسر لأن حضرتك بتعسره بالإضافة إلى ظروفه الشخصية فالقضية مش قضية هدف قضية نواية ولذلك أستاذ إبراهيم أنت بتنخش دلوقتي قضية الفار وحتقولي أن النادي الأهلي أول نادي كان عايز الفار وكان عايز الفار ليه عشان يبقى عندك درجة من درجات الاستئنافة التي تصفر عن العدل لكن أي إجراء هتخدوك يبدأ بمجهود بشري هو خاضع وقابل للأخطاء المتعمدة عندما يكون الأمر في هذه الفسحة من الوقت للتأكد من الحقيقة الحكم كان بتقول ليه بيصفر في ثانية ماشي ممكن يغلط لكن عندما يتاح لك فرصة التقادي والتمعن والتأكد جبتلي مرة حكم خامس كان واقف يشارك في اللعبة بتاعة أزارو في مطش المقاصر إنتاج الحرب إنتاج الحرب إبراهيم نور الدين أغفالها هو أقول به يعني كاننا إشارة أصمعها الحاجات دي بتبقى كشفة لما هتحط الرجل ده تنقله لغرفة الفار هيتصرف بنفس الطريقة فمش الفار مش المكن العفو البشرة أستاذ إبراهيم مش في المكن طيب لما الأهل تحفظ على كده كل الأصوات الأخرى طلعت تقول الأهل عايز يلغي الفار والأهل مش طايق الفار ومش واخدين بالهم أو واخدين ومش عارفين ومش فاهمين ومش عايزين يفهموا إنه فعلا الأهل كان بيطالب بالعدالة من بدر أول وأول من طالب بتقنية الفيديو كان النادي الأهل وأصر عليها وكتب لاتحاد الكرة وقت ما كان رئيسه هاني أبريدة أكتر من مرة أخرها عشان تبقوا فاكرين في 19 أغسطس 2019 الأهل يطالب اتحاد الكرة بخطوات فعلية لإيقاف أخطاء التحكيم وقال ساعتها التأليل بتاع النادي إنه الأهل أرسل خطاباً ظهر اليوم اللي هو ظهر 19 أغسطس 2019 خطاب يؤكد فيه على رفض القاطع للأخطاء التحكمية الفجة التي كبدت فريق الأهل الكثير في بطولة الدوري والكاس هذا الموسم وأن النادي سبق وأنحذر في كتابات عديدة لاتحاد الكرة من خطورة استمرار هذه الأخطاء التي تجاوز نطاق التقديرية وعرض في السابق الحل القاطع بص الأهل بيطالب الحل القاطع لإيقاف هذه الأخطاء بتطبيق تقنية الفار وتعاهد التحاد الكرة بتنفيذ هذا الحل مطلع يناير الماضي بتتكلم في يناير 2019 للحفاظ على الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الأندية وأكد الأهل في خطابه اللي بقول لكم الكلام ده بتاع النهاردة الأهل بيقوله من 2019 ومحدش بيسمع على أنه تحمل فوق الطاقة ونفذ صبره من جراء الضرر البالغ الواقع على فريق الكرة بسبب أخطاء التحكم المؤثرة وسط عدم تفاعل من جانب التحاد الكرة كان وقتها برئاسة هنا بريدة اتغيرت لجنتين بعدها عمر الجنين وإحمد مجاد ودي جمال علام ومن يومك يا جارة وانت على دي الحالة وجاء فيه الخطاب أن النادي يتطلع لإعلان التحاد الكرة عن خطوات حاسمة وفعلية من تدابير فنية وإدارية حرصا على نجاح المسابقات في الموسم الجديد وقال أنه التحاد الكرة قال أننا سبقتنا إليها اللي هي خاصة الفيديو كل الدول المتقدمة في لعبة كرة القدم بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد ويدرس الأهل حاليا ما لم يكن يتمناه ما لم يكن يتمناه وهو الطلب استبعاد أمثال هؤلاء الحكام عن إدارة مبارياته في الفترة القدم عدة ملاحظات هنا طيب أنت بالطالب استبعاد ناس حكام ساحة وحمله خطوط ومش هيتنقول لك من الملعب للفار يعني هو الحقيقة النادي القالي أرادا يقول محدش هيبقى عنده الجرأة بقى في حاجة بتعيدها بالبطيق وعندك درجات من درجات التأكد أنك تتحكك تتحكك بالخطأ البشري لأن أنت في الحالة دي بشري ما عندك وقت ما كان يخطر ببال النادي القالي لا يا عم أنت طيب أول وأنا قلت لك وقتها فيدي بالذات وأنت بتقرأ نفس البيان البشر قلت لك طالما أن هناك بشر ما تعدش تقول لي العدالة العدالة تتحقق بالضمار يا أستاذ إبراهيم لكن حنقول أيام جنيني وأيام بريدة وأيام جاهد وأيام أعلام وأيام محترامي للجميع أنت بتغير اسم الشركة المنتجة للدواء لكن الفروميولة التركيبة هي هي فلما يجي يقول لك خد أنا معديش ده بس عندي البديل حيديك نفس النتيجة معناها إيه إن المسألة مش في مش في اسم الدواء مش في اسم المنتج إنما المسألة في التركيبة إحنا ما بنغيرش في التركيبة إحنا عمليين نشيل أسماء ونحط أسماء لكن فروميولة واحدة اللي بيسموها إيه الوصفة واحدة التركيبة واحدة المحتوى واحد أنت ما عندكش يعني شواهد بتقول أنك تعالج الفساد الكروي أنت وربما يبقى في إيد المسؤول اللي بيغير الأسماء بيبقى عنده عشم عنده أمل عنده حسن توقف أن لأ لما شيل واحد نتيجة ارتيابي في تصرفاته واجيب واحد تاني أو أدعم حد تاني ومش بس المسؤول ده الإعلام بيتعاملوا كده يمكن يمكن يخلوا لهم أن الحساب دائما قائم وقات صداد إبراهيم مسألة غسيل أموال ومراهنات وتلاعب تلاعب فج على مستوى العالم وشوفنا في ألمانيا حكام اتحسبت بعد ست سنين وثمان سنين وتوقفت ليه التلاعب في المباريات وشوفنا أندية بتنزل للدرجة إيطاليا أندية بتنزل للدرجة الأدنى للتلاعب في نتائج المباريات الناس يتواجه مشاكلها أنما إحنا حكامنا بخير على فكرة هي أخطاء بشر إحنا مش بنقول لها سمع الله أن في حد يتعامد لا في حد يتعامد طالما أن إحنا بشر شمعنا البشر في كل الفئات ما تتعمدش إلا التحكيم ليه إيه ضمانة ده لأ لما يتكرر الخطأ من فلان الفلان في اتجاه واحد ولصالح حد تاني ده خطأ متعمد لا ما تقوليش القانون أي واحد يقدر يطلع ويقرأه لكن لما يطلع كمان شيخ الليلة يقولك أصل الاحتواء ده في الكورة أصل الروح البرتوكول ده في الكورة ويطلع عندي هرتلة ما ينبغي ضحكت علينا الناس في محيطنا الكاروي اللي بيقروا عربي زينا بيشوفوا برامجنا اللي احنا في يوم الأم كانوا بيستعينوا بأمثال خبراءنا دول لتطوير الكورة عندهم وسابقوا لأن راحوا بقى خدوك مرحلة ورجعوا جريوا على الكتالوج الأكبر متع الاتحاد الدول اللي انت مش عايز تهوب منه اللي لك ممثلين فيه قربوا بقى يعني معرفش بلغوا من العمر زي حالاتنا كده ولم يحدثوا أي فارق عندك يعني وهو أمر مدهش وغريب جدا وأنا بقول ليس أحدا بمنأة عن حساب التاريخ يا أستاذ إبراهيم اللي بيبص عند رجله ماذا يترك لأبنائه من إرث في سمعته وفي قدرته وفي قراراته التي سيحاكمها التاريخ حتما طيب إذن الناس اللي بتتكلم على الأهل والفار أنا وردتكوا إن الأهل أول من طالب بذخنية الفيديو وأصر عليها وألح عليها وقلتلكوا ده حدث من 19 أغسطس 2019 19 8 2019 ظهر الفار في ملعبنا إمتى؟ ظهر في أول مباراة يوم الخميس 5 مارس 2020 كانت مباراة للطلاع الجيش مع إنبي ده أول ظهور اللي بسلمته في الملاعب المصرية غرفة الفار بالشكل ده 5 مارس 2020 طلاع الجيش وإمبي يعني بقلنا سنتين شغالين بتقنية الفيديو ومع هذا الأخطاء متكررة شوية اتهموا أصله الإمكانات والكاميرات فجي طاقم أسباني يحكم مباراة الزمالك وبرامد المراجعة الفيديو ما خدتش معاهم في جل الزمالك أكتر من 3-4 ثواني بنفس العربية المصرية ونفس الأدوات المصرية ونفس كاميرات التصوير المصرية والمصورين المصرية ولكن اختلفت الإرادة المصرية في نتيجة هذه المباراة اختلف الأنصر البشر الإرادة يعني اللي قاعد اللي قاعد على الفار لو هو عايز لغيها لما هذا المصور انت بتكلمش على غرفة الفار من الحكام لا تقولي بقى المصور يحدف على الحكم ولا الحكم يقولك الدهاني كده هو أنا لما أكون حاكم يا محمود بيه يا عشور وتجي للنقطة على الكتف اللي قريب من ما يخط الجزاء مش هقوله انت حاطنت غلط ولا عمل نفسي ما شفتش وقولك أصل اللاخدر ولا زرق اللحمر ولا زرق لا يا ساذ براهيم والنبي ده كلام يقولوه في حدود تتقابل النوم ما يقولهاش ناس عندها اكتشفت الخطأ كل سوديهات إلا سوديو واحد بتاع كابت المتحد شالب اللي صارع وجاب الناس وقالك أصل الأخضر والأزرق والأحمر ما قالش ان الكتف محطوط غلط النقطة محطوطة غلط مع ان هي دي المشكلة المشكلة مش قفصايد ولا مش قفصايد انت حاطيتها غلط ليه والحكم فوتها ليه عشان يوصل للأحمر والأزرق اللي على مزاجه لو العكس كان حقوله لا حطها لي صح انت ساذ براهيم اذا موقف لديم يردك انك تشك في المشهد كله هو ده له علاقة بما يحدث في العالم واللي اتنقل عندنا واللي فيه شركات شركات اتكونت في أوروبا وعلى فكرة كان فيه كان فيه تحب نتكلف الموضوع ده في اللحظة دي لا لوقت ولا نستنى الفقرة بتاعتك لوقت دي الشركات تكونت برة جماعة عشان تلمل غلة من الدوري المصري في المراهنات صحيح طيب مشينا بقى مع المشكلة في التصوير التلفزيوني جات مباراة الأهل والمصري جون في صايد للمصري أجمع عليه كل الخبراء برة ايه اللاينمان أو الحكم المساعد رفع الراية بيقز الحقيقة تعرض للي تعرضه كل خبراء التحكيم أجمعوا على أن القرار صحيح والهدف تسلل كانت المشكلة فين في التصوير التلفزيوني أن الراجل مخرج المباراة ما عرضش أو ما عادش اللقطة استنى كتير قوي علشان يعيد اللقطة ففتح باب جدل ومشاكل جامدة جدا لو كانت اتعادت في لحظتها وتشرحت ما كانش هيحصل الجدل ده كله وله وله ما حصلش في كل حاجة تضر الجدل ليه هي عادي شكك فيك بص مرة بعدها تيجي تقول ليه أصل إحنا وحشين إحنا وحشين لأن إحنا عملية اغتيال بدني ومعناوي ممنهجة بقالنا أربع زنين بإشراف الاتحادات المتعاقبة عن الكرة المصرية وبمتعة يستمتعون إحنا دلوقتي إذا ماشهد محدش بيخب دقنه الزمار ما بيخبش دقنه يعني إحنا وصلنا إلى مرحلة هي كده وبعدين تجد الأستاذ الأستاذ سمع بفتاح وهو الآن يحصد مجناه حيروح وقعد في المغرب أنا بقول لك واخد بالك بإذن الله يعني يستجم بقى واستمتع بالحياة بالحياة مش من الاتحاد الإفريقي بعد أن أطاح بسمعة الحكم المصري عالميا وإفريقيا ثم كان آخر أعماله وإبهاراته أنت تطلب التحقيق في وقع التدليس وليس في صحة هدف فيأتي إليك خبر مبتصر تأكدنا من صحة الهدف ولم يعلنك كيف تأكد وحصل طبعا تلقيحات بينه وبين الحكام أو الكابتن محمود عشور طلع عمل تويتا المهم يعني أراد أن يستمر في مشهده الغريب اللي ما بقاش غامض وراح معين بعد أقل من أربع خمس سنة أقل من أسبوع كابتن محمود عشور حكما للفار لمباراة بيرعم تزول المحل مباراة من أهم المتشاط فريق ينافس على الدوري وعلى المركز الثاني على الأقل وفريق مهد فجأة أصبح مهدد بالهبوط فجأة غزل المحلة أصبح مهدد بالهبوط فجأة الاتحاد سكندري أصبح مهدد بالهبوط فجأة موزين القوة عملت تقلب في ناس كانت محدش شايف لها يعني حلول النهاردة مطمئنة وناس كانت مطمئنة جدا النهاردة مهددة ده صراع البقاء أنا بستغرب جدا كمان يشوف ألفاظنا يقولك إيه يتنافسوا على الهبوط في حد بتنافس على الهبوط على النجاة من الهبوط أو على البقاء لا صراع من أجل البقاء هي ملهاشة بسيرات كتير أو النجاة من الهبوط النجاة بتاعي ستنجم الهبوط مش تساء تنافس على الهبوط إنما المهم يعني الخريطة ضايرت جدا جدا فجأة في آخر شهرين أو شهر ونص انهيار مفاجي لبعض الفرق وصعود آخر يقابله صعود آخر لفرق كانت ولما تشوف المشهد على القمة كان نفس الشيء يعني إذا مالك لم يبدأ بالقوة دي بالعكس تعصر 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 إفريقيا ومحليا والأهل فارق وبرميد أكتر منه وفجأة الاتنين تاك 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 والأهل بيتعصر تعصر تعصر هل هذه طبيعة الأمور في أي دوري هي دي طبيعة الأمور ولا أنت حتى لو مشت الأمور منطقية ده يتعصر وده يتعصر ده يفوق وده يفوق والصراع بيبقى متساب للملعب فأنت القصة كلها لو فيه نية لحد عايز يعرف الحقيقة حيجيبها طيب متفاعل تعينك لاتنبرل لاجنة الحكام أنا مش حاقد بالتصريحات أستاذ أبراهيم أنا عايز أشوف الفعل يعني الخطوة الطيبة اللي عملها بس دي موجود تخص شخصيته وكبرياءه المهني إنه لا بتعادوني مع سمعة في التحليل ليه ده اللي مش هروح للتحال طول ما موجود الله إذا كان رجل تبتشتكوا مني أخذ منه الكتالوج يعني دكتور بيتحاكم إنه المرضى بتموت في إيده عشان عملياته اللي مش كويسة فلما جيب بروفيسير من البرة قوله أقعد بس إيه فهم الحالة الطبية للمرضى دي من الدكتور ده أنت جاي تنقذ المرضى منه فتأخذ منه المشورة فكان رجلا على الأقل بالنسبة لي حكيما إنه ما عملش الخطوة دي حتشوف إذا ما تدينيش عنوين وتسيبني يعني ما يجيوا لك إحالة شكاوى الأندية إليك لاتنبيرج إليك لاتنبيرج لازم يتقالك لاتنبيرج حقق وتمحص وشاف وعام وأعلن بالدلائل واحد اثنين ثلاثة أربعة وهو استند إلى دي عشان يقول دي صح ودي غضب أو لا ده كان فيه فعلا يا سيدي تطبيقات وأخطاء غير متعمدة لأن إحنا حكمنا يعني الحقيقة من اليوتيوب المدينة الفضيل خلاص لأ لأن كل واحد يا جماعة يعني إذا كنت وهناك دائما المبدأ من آمن الحساب بلاش العقاب يا سيدي أساء الأدب أنا حغيرها شوي من آمن الحساب أساء التصرف مش الأدب كمان حبعد خالص عن المثل ده إيه اللي حيخوفه أنا ما حاجح يقول لي أنت بتعمل كده ليه هعمل اللي أنا عايزه وخصصا أن وراي واحد إيه زي الأفلام الأجنبية يروح بيك بوس كده عامل الجريمة بتاعته وكلم حد يقول له كلين نضى فراية فحد بي نضى فراية طيب هنطلع لفاصل وبعد الفاصل الكلام مهم جدا عن اللعبة القذرة في الدوري أهلا بحضراتكم من جديد شفنا ترتيبات كتيرة في البيت الكروي في مصر سواء ما يتعلق برئيس جديد للجنة الحكام مارك كلاتنبرج الإنجليزي وطموحات أنه فعلا يقدر يعد المركب العدالة شوية وشفنا كمان على مستوى المنتخب الأول بيتم التعاقد مع البرتغالي ديفيتوريا مدير فني للمنتخب الأول وكمان رودريجو الميكالي البرازيلي مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي إذن فيه ترتبات كبيرة بتحصل فيه جهود بتبذل وفيه عملة صعبة كبيرة بتتصرف انت جايب ثلاث خواجات كبار مرة واحدة لكن مع كل هذا الصرف ومع كل هذه التضحية بهذه العملات الصعبة يبقى هناك الخطير فيه الغربال اللعبة القذرة في الدورة وما فيش أقزر من المراهنات وغسيل الأموال وتدمير الكرة هتقول لي مراهنات يعني تلاعب في النتائج هل ده موجود ولا مش موجود الأسوأ من الجريمة السكوت عليه لأن السكوت على الجريمة حتى وإن كانت مفتعلة حتى وإن كانت تخيلية حتى وإن كانت صغيرة لكن السكوت عليها يتكبرها هقولكم في 2017 أبريل 2017 يعني من خمس سنين فاته الصديق العزيز أيمان بدرة أثناء رئاسته لتحرير جريدة أخبار الرياضة مع بعض الزملاء عمل تحقيق مهم جدا كان المصدر الرئيسي فيه الدكتور سعد شنبي خبير التسويق الرياضي اللي هو دلوقتي المدير التنفيذي للنادي الأهلي ما كانش وقتها الرجل مدير تنفيذي للنادي الأهلي كان يتحدث كخبير في هذا المجال فكانت هذه القنبلة من خمس سنوات المراهنات والتزوير يضربان الكرة المصرية التلعب في نتائج المباريات مواقع عالمية تتاجر بأحلام المصريين في الملايين تزوير في أعمار اللاعبين ولعبين بالوكالة عن آخرين وفيه فريق مباحث وفيه تلت مواقع وتلت وقائع وأضبط مقامرون بمباريات الدور المصري شالبي اللي هو الدكتور سعد الشالبي بيؤكد شركات المراهنات هربت من أوروبا إلى مصر والأردن وكلام كتير كبير وخطير الحياة باشواندس ومحدش أصغى ولا حد التامن من صدقية الخبر وأهميته أنه 2017 بالضبط وعلى فكرة هدي 2017 تم الرز أو تم التعرض لكن الموضوع أقدم بكثير من هذا الأمر وكنا تمالي نقولي إحنا في مصر لا نعترف بالمرهنات إحنا في مصر بنجرم بنجرم كده أخلاقيا لكن محدش بيتصدى لما جينا من كم أسبوع وبكلمك هم ليه مش عايزين يطبقوا قانون السلامة أو الشفافية المالية واللعب المال النظيف المال النظيف وده حاجة غمضة وغريبة ومش مفهومة مع أنها حاجة بسيطة جدا من تحتاجي تقولي أن دي السنة جاي عمله كذا خلصت إحنا بقنا عشر سنين بناخد مهلة وبنأجل وبنزقها بالعصايا واخد بالك فمحدش بيتطور من نفسه ويتطور من نفسه إيه اللي يدفعه للتطوير والتكلفة النظام عب لا يتحمله إلا اللي عايزين ينضق قدما بشكل سليم فلما تيجي تشوف الغرابة اللي بتحصل عندنا والصفافير الغريبة والمشهد اللي الماليين شايفين شيء والناس بتقول حاجة تانية ويشبه بعض المهاطرات والتحفيل وكل واحد ياخدك في سكة لكن لا الحقائق بتترسخوا بينا نخرج من محطنا المحلي قوي ده لمحطنا الخليجي لا الناس بتفرج علينا وبقت بتشاور بوضوح وبفاهم لماذا لا يوجد حكام في المسابقات الكبرى في كاس العالم أو الأمم الإفريقية أو الحاجات دي إلا حاجات لا طليق بمصر الموضوع اللي أنت تصدت له كامل فيه أو الأخبار تصدت له لأنه بس عايز إيه بقى يعني أنا خدت بعضي والله ما كنت عارف أنك يعني الأخبار هتكتب حاجة زي كده أنا رحت للدكتور سعد في مكتبه قلت له دكتور إحنا كنا تعوينت عشان ما نسيبش الفضل لنافسي يعني أياما كنا مع بعض في الإدارة الراجل دك هنا معني أنه ياخد بعض القضايا ويعمل عليها أبحاث والأبحاث مش بتعني أنك بتختارع إنك بتعني أنك بتفحص وتمحس وتتعرف وتجمع الأدلة بتاعة الموضوع وتشاور بصدق على أصل المواضيع بشكل علمي قلت له مرة أنت كنت كلمت معايا في المرهنات اللي أنت شايف على مستوى العالم وبتقول أنا خايف تيجي مصر قال لي لأ ده أنا في 2017 قلت إنها جات مصر واخد بالك وطلع لي بقى حاجات مسيحية دي يعني تدخل ضمن يعني أبحاثه الشخصية مقدرش إن أنا أصورها وأطرحها للعامة إن اللجنة الأوروبية الرياضية كيف جرمت بنصوص واضحة عمليات التلعب في النتائج والمراهنات وكيف تصدت لمقامة أزيل الزهارة وكيف حذرت من غسيل الأموال نصوص يعني أنا رسل عشان وعدته إن أنا آه تمام ما دي ملكية فكري يعني هو يتحدث عنا ولكن هذا أمر خلاص موجود مش عايزين نقعد نضع وقت هو موجود ولا مش موجود المراهنات هنتكلم فيها وفقا لما هو منشور الحياة بكرة في الأخبار زملنا العزيز الأستاذ تامر عبدالوهاب عمل تحقيق قوي جدا اضبط المراهنات تقتحم الدور المصري وجايب بالوقائع بقى جايب حتى الاسكرين شوت بتاع مكتب المراهنة الإنجليزي على مباراة الأهل والمصري اللي أول مبارح يعني مفيش أحدث من كده المراهنات شغالة ودي صناعة إنجليزية بيقولك حتى الأهل والمصري بصوا صورة ضوئية لبيانات مباراة الأهل والمصري في الدوري اللي تم عرضها على موقع المراهنات قبل الماتش يعني لغاية مباراة الأهل والمصري ويتلقى الرهنات هو بيحصل يا جماعة هي ثلاث أربع مواقع أو مكاتب مراهنات وفي الغالب هي نشطة في لندن لأنه في حرية في حركة رأس المال الديرتي أو غير المراقب بشكل دقيق ففي نشوق في إنجلترا لمثل هذه الأمور والقانون بيحددها على فكرة هي مش مجرمة لكن بالنسبة لنا بيحصل إيه؟ حد عايز يراهن على مباراة الأهل والمصري مبدئياً عشان تبقى الفكرة وصلة للناس أنت بتشترك في هذا المكتب نظير مثلاً هتدفع ألف دولار يبقى أنت دخلت رميت بياضك بألف دولار بقيت مشترك مع هذا المكتب تيجي مباراة زي الأهل والمصري فيه ثلاث خنات أنت ترهن إن الأهل هيكسب ولا هيتعادل ولا المصري هيفوز إذا أنت كسبت الرهان بقت مثلاً حصيلة جامع الناس اللي خسروا الرهان عشر تلاف دولار أنت واحد من مثلاً ميت واحد شاركوا نصيبك من المكسب قد كده طب انت خسرت خسرت الرهان فلوسك راحت للناس التانية اللي كسبوا الرهان وهكذا الخطورة بتيجي منين مثل هذه المكاتب عندها استعداد تدفع ملايين للعناصر المؤثرة في نتائج المباراة بس يحقق النتيجة اللي ترضيه هو كمكتب يعني هو يكسب كتير كمكتب لو الأهل خسر طب لو الأهل خسر حجم مكاسب المكتب من الريع بتاع المراهنة دية الوحدة على المباراة هيكسب مليون دولار طب ما يدفع هو عشرة مليون جنيه ويكسب العشرة مليون جنيه اللي هي عشرين مليون جنيه اللي هي مليون دولار من هنا جاية فكرة ان المراهنات خطرتها عن نتائج انه مكاتب المراهنات من الممكن توصل للعناصر المؤثرة في نتائج المباراة وتغريها بالمال عشان تأثر في النتيجة اللي تحق الريع العالي للمكتب وقد تحدثت عن الإجراءات اي الناس فهم يعني امرهنات خلي بالك يعني بس انت شرحت كويس لكن أنا أعشي بس الناس يتصور الموضوع ابتدى بالأهل والمصري بص لا يعني خد بالك حاجة يا أزاز ابراهيم أنا بس على المباراة اللي اتعرضت الأهل والاتحاد كان هو كانت عليه مراهنة بقية المباراة المقاولين العرب ومصر المقصة نفس الحكاية دخلة في المراهنة ده اللي عايز اقوله كل الأهل والزمالك كان داخل في المراهنات بيرامز والأهل الأهل والفوتشر الجونة والأهل دي كل المباراة بتاعت الموسم ده اللي عايز اقوله بقى ده الأخطر بقى انت أشرت إلى المصري ده النموذج اللي خادوا أخر حاجة أخر حاجة لكن لما الدكتور سعد ييجي لك 2017 يقول لك وصلت إلى مصر والأردن بالضبط هو حدد لا وحددها في حتا التانية بس هو بحثه يمكن كان في المنطقتين دول ده معناها أن الموضوع يعني لا يسبق بكده بعشر سنين عشرين سنة خطورة زي ما انت قلت المراهنات دي هي بتراهن ها هي بتراهن طبعا فبتاخد مثلا وجهات النظر كلها يقول لك عشرة الواحد للنادي الفلاني يبقى لازم تتصل اعملي مفاجأة في المباراة دي علشان هو ده اللي هيكسب المكتب اللي هيكسب من الناس دي كلها بالضبط ويخصر المقامرين الصغار الكلام ده بيحصل في الخيل وبيحصل في الرماية وبيحصل طبعا في الكازينوهات مهما حد كسب لازم يتضمر في الآخر اللي بيكسب المكان ايوا الذي يدير يدير العمل ايه فقط فالخطورة انه بيبقى عنده نفوذ اجرامي ولذلك ولك المافيا المافيا لما تروح ايه بلد تسيطر على ايه على مناطق الشر قاسف الدعارة الكازينوهات القمار يعني النقابات الحاجات اللي هي فيها الكتل المالية والحركة المالية اللي تقدر تتحكم فيها وتوجهها والشر بيبتدي انه يتخلص من اي حاجة والواصل الامر الى التخلص من المنافسين الموضوع خطير مش كده يعني ان ايه اه قاعدين على المشاريع يعني فانا انا بقول لك الموضوع عايز يقتحم على فكرة الخطورة انه السنة ده مش شغال بس في الدورة هو شغال في الدورة المصر لغاية دلوقت فيه تلات اربع نقاط خطيرين اخطر من بعض نقطة الاولى انه مش شغال دورة ممتاز بس ده شغال في القسم التاني يعني انا فجأت انه لغاية لما دورة درجة التانية خسر انتهى كانت المراهنات على مطشاطه شغالة دي غريبة رقم اتنين انه اتحاد المصري لكرة القدم المفروض المكاتب المراهنات دي بشكل شركات هي اشتغلت على الدورة المصر ازاي دي حقوق مين اللي سمح لهذه الشركات الانجليزية غالبا ان هي تقتحم الدورة المصري واتدخلوا في عملية المراهنات بدون موافقة الجهة المنظمة للبطولة الاتحاد او الربطة هل الناس دي خدت موافقات ما هي لو ما خدتش موافقات تبقى دي مشكلة ولو خدت موافقات ايه العقب بتاعك ليه مصيبة تانية اتذكر اثناء وجود كابتن سامير زاهر اللي ارحمه في رئاسة اتحاد الكرة جات شركة وحاولت تدخل موضوع المراهنات عارف مين اللي تصدى لهم الازهر انه لما بعت كابتن سامير يستشير المؤسسة الدينية رفضوا بشدة وقال لك ده نشاط محرم فخلاص سامير زاهر قال لك كفى الله المونين شر القتال وسكن انتهت العملية لما ظهرت من 2017 زي ما حذر منها دكتور سعد شلبي من خمس سنين وقال لك موجودة محدش انتبه الى ان زميلنا تامر عبدالوهاب في الاخبار قال لك لا موجودة والمباريات لغاية النهاردة بيتم الرهان على لغاية النهاردة اللي هو الاهل والمصري اخر اسبوع وخد بالك بقى حتى موضش النهاردة لو انت رحت على موقع كل هذه المكاتب هتلاقل اسماعيل والاتحاد السكندر النهاردة اللي فاس فيه الاسماعيل واحد صف موجودة على دائرة المراهنات النقطة الاخطر انه الاتحاد المصري من ايام قريبة فجأة على الموقع الرسمي بتاعه امراميها توقع مين الفائز بالدوري واكسب مليون جنيه هتشوفوا اللي تحط الاتحاد المصري على الموقع الرسمي على الموقع الرسمي اهو توقع الفائز بالدوري المصري واكسب مليون جنيه دي تحطت يا جماعة على الموقع الرسمي الاتحاد الكرة المصري طبعا ناس كتيرة هاجت وازاي ده وصلنا كده انه الاتحاق الموقع الرسمي يعمل كده. الحقيقة الدكتور اشرف صبح وزير الشباب والراضة انزعت جدا لانه هو برضه كراجل العلمي وراجل رياضي عارف خطورة الامر. ومسؤول. فاتصل بسرعة باتحاده الكورة. ايه الكلام اللي انتوا عاملينه ده انت جيتوا الكلام ده منين. مين اللي صرح لكم كده. كل اللي قدروا يعملوه شيلوا يا جماعة. اكسبكم الراع الرسمي للدور الرسمي. المصري. اكسب كم. اكسب كم دي. متعقد مع مين شغلت ازاي. الحقيقة الحكومة المصرية ممثلة في وزير الشباب والرياضة انزعت جدا. وكلم اتحاد الكورة. شالوا الاعلان ده من على موقع الاتحاد. فالمسائل شوية بتتسلل وشوية بتختحل. في فرق انك تشيل الاعلان من الموقع. في فرق انك انت تخوض في الاجراءات. هو انت كان ايه اجراءاتك في هذا الامر. وايه مصلحتك. والقلية اللي كنت بتستقبل بيها. والفلوس بتخش المين. وبتخرج من عند مين. والنسب بتروح ازاي. الكلام ده. ده ده. يعني هل محتاجين نقول. يعني بغن يحدث تحقيق فوري في هذا الامر. انك تحط حاجة. حتى لو شلتها انتهت. لا. العملية ماشية. بقالية تانية. ايه. اتمنى من الدكتور اشرف. وانا متأكد انه هيهتم. لان البلد هتهتم. مش هتسيب الامور كده. المواضيع دي خطيرة. انت عمال بتشوف الرياضيين والاتحادات عمالها بتتشطب. عندنا ونتائج. انت الافلام كلها الاجنبية جماعة. لان الناس بتواجه مشاكلها كلها. كتير جدا منها بيتحدث عن كيف يتلاعب مكاتب المراهنات. بالملاكامة. مين اللي يبقى البطل. ونجيب له مين يغلبه. ونجيب له مين يعمله. ونحطه في سكة مين. ونجيب واحد مغمور يعمل مفاجأة. مكتب هيك سب عشر مليون دولار من المراهنين. يصرف مليون دولار رشوة. يعني طبعا. القلية خلاص شرحت. بس انا بتكلم في المغزاة. واحنا ليه خايفين. من الظاهرة. لان اولا اولا اسهل حتة تغسل فيه اموالك. الكازينوهات الامار ومكاتب الرهاب. لان انت لو جيت لأي واحد. هيحط فلوس. هم بيقول لك الدولار مثلا بستين سنتي. تحس باربعين في المية من قيمة. ده غسيل اموال. بس قدام انا كسب. بس كسبني. كسبني وانا عدي لك المبلغ ده كله. واحساب لي بقى زي ما انت عايز. فبتم بخطورة. الخطورة انها بتنطوي اقتصاديات دول بتتأثر جامد جدا. مؤسسات اقتصادية ضخمة قد تنهار. حياة ناس بسيطة. بسيطة. ممكن تنتهي علشان راجل نازل معاه عشرة جنيه في جيبه. يشتري فطر لايولاده. يلاقي اعلان زي ده. يقول لك يمكن ناكسم الف جنيه. يروح حطط العشرة جنيه. ومروح. اي. يخسرهم. والنصيبة لو كسب. لانه كسب. يعني كده حيوعد طول عمره يخسر. اي. مش هيبطل بقى. الموضوع زي طبعا غياب العدالة. المسابقات ومصدقيتها وشفافيتها. لا خلاص. ونبل الرياضة يلوس. اه. وكل القيم الانسانية تهضر. اه. لان فيه تواطق وفيه ناس اصحاب مصلحة وفيه ناس بتطلع لك لسانها زي ما بيحصل. طبق مش فاهم ايه قوتهم. لكن. دي حاجات ممكن تكون جزء بالتفسير. نتمنى ان يعزى الامر بالاهتمام الواجب. وفي الاخر نوصل لحد عمل كده وحيتحاسم. يا جماعة هي المسائل كلها بتتحسن بالشفافية. والامر جد خطير يعني. يعني ارجو عدم الاستهانة. لان الناس اللي استهانت من خمس سنين وقت ما تم التنبيه من الدكتور سعد شلبي على اخبار الرياضة وقتها. محدش اهتم. والرجل قال دي موجودة. نيجي النهاردة نتأكد ان موجودة لجاية وقتنا هذا. لجاية مباراة اللي لدي. الدكتور سعد كان وقتها فيين؟ بره. اه. بره. مصر بيشتغل بره. انا كان لمن صديق عايش في المانيا هو اللي نبهني. شاف الصورة من بره. يعني صديق عايش في المانيا نبهني من ثلاث اربعة ايام لخطورة المراهنات. وقال للمراهنات موجودة. مواقع عالمية تتاجر باحلام المصريين. الفين وسبعتاشر يا سيزا براهي. فهي الخطورة. ان احنا نظامنا الكروي. واوضاعنا مش مستحملة الكلام ده. حتتدمر حتتدمر. لانه النفوس ضعيفة. والفلوس هتبقى كتيرة. والاغراءات والتأثير موجود. ومحدش هياخد باله من حاجة. فجأة ترشي حارس مرمى. مسكين بياخد له مكافئة المباراة. الفين جنيه والعشر حتى عشر تلاف جنيه. فوت المطش ده. لا بياخد مليون جنيه. لا بياخد مليون جنيه. فوت المطش ده. واخد كذا. عايز اقول لك. ايه الانهيار الموزل. في التصدي والحساب. في بداية. في وسط الستينات. او نهاية الستينات. اتشطب لعيبة دولية. اصحاب اسماء رنانة. في اندية كبرى. كبرى. في نتيق لتلعبه. اتشطبه. اه. ما كانش حد يجروا. ايجي ناحيته. اه. اتشطبه. شوف الجدية في الحساب. اتشطبه. فلان وفلان وفلان. ايه. تلاتة. وفي التسعينات. اتشطب اكتر من واحد منهم. حد كان ملء البسط. اتشطب لتلعب. كان لعيب دولي. بصرف في النظر. انا مش عايز اشاور بالاسم. عشان. لكن الناس دي تشطبت. ما تحمدش في مؤسساتها. ما حدش عارف يحميها. لثبوت. التلاعب. اين هذه الجدية. في مواجهة. اه. الناس بتطلع تعترف. يقولك كانا كنت بفرح وباخد اللعبة الحضة. ما يجيب فيها جون. والتاني يقولك مش عارف ايه. انا كنت بقوله ما تشيل الكورة. اه. يا جماعة ده كلام. الناس لقد انت توقف تجيب سطر وتبتدي يتحقق في الموسم ده. ايه اللي حصل فيه. و ايه اللي حصل. ده وغيره. انا مش قصدي يعني عشان. يعني اوجه في حاجة كل حد. اه. اه. لمحة واشارة. حققوا في الكلام ما تاخدوش ببساطة. خدوا الكلام وحققوا. توغلوا فيه حتوصلوا الحاجات. ما ينفعش ابدا نشي. في ألقاب بتسحب بعد سنين طويلة. وفي ناس بتتوقف وتتعاقب بعد سنين طويلة. ما نقولك في ألمانيا السنة اللي فاتت. حكمت وقف بعد ست اتنين. واحدت وقف بعد اتناشر سنة. اه. وتلاغت نتائج. ايه. وفي السنة دي. اندي عريقة. في ايطاليا. للدوري الدرجة الرابعة. للتلاعب. ايه. وقبل كده في فرنسا. مارسيليا. مارسيليا. وليوفينتس. ونابولي. اه. ولا ميلانو. مش فادي. اه. وليوفينتس. اه. وليوفي. اه. وكان رئيسه. مين. رئيس وزراء. اه. بريلس كوني. اه. اه. انت بتكلم. انت. هتقول لي الفساد واقف. هقولك لأ. بس في مقاومة. المقاومة دي تعني ايه. ان فيه جزء كبير من الاجيال اللي طلعها. هيبقى عندها راضعة. اما الان انت تشهد جرائم غريبة جدا. وتجد دفاع محموم. عن حاجات. واحد يقتل واحدة ناس تتعطف معها. تتكرر الجريمة. نتيجة التعطف. حتى لو خد اعداب. وهكذا وهكذا. الحاجات كتيرة. استاذ ابراهيم. الواحد بقى من كتر المشهد المهم مخيف. لابد نتصدى نتصدى. مسؤوليتنا كلنا. البلد دي يا جماعة في رقابتنا كلنا. والله. طبعا. طبعا. هنا اتحاد الكرة يا جماعة مسؤوليته. هذه الشركات العاملة من الباطن. او بشكل. واضح جدا. ومحدش قايل. هم واخدين موافقات من مين وشغالين لصالح مين. هل المسابقة المصرية. متروكة كده على المشاعي. يتم الزج بها في مكاتب المراهنات القذرة. بدون اي عائد للاتحاد المصري او للربطة. لو ده موجود. يطلعوا بشفافية. يدفعوا عن وجهات نظرهم. لو ده مش موجود. ومدوش موافقة دي. دي بقى مصيبة اكبر. لانه يبقى برضو زي الزوج اخر من يعلم. ودي كارثة كبيرة. لا انت شاركت اهو. انك انت شاركت. لا ده انت نزلت شركة. وانت نزلت اعلان. باسم شركة. باسم شركة. ايه الشركة دي. هل انت. طبع مين. هل انت كاتحاد. الشركة دي اتعقدت معاها عشان تنزل عنها هذا الاعلان. وتتبنى مراهناتها واعمالها. بدون موافقة الدولة ممثلة في وزير الشباب والرياضة. اللي انزعج وطلب حسف ده بصورة. انت لما تبقى. ده النصيبة لو طلع ليهم علاقة. لانه هيبقى لهم مصلحة في توجيه النتائج. طبعا. المسئلة هتبقى واضحة جدا. اه. يعني انت لو انت. بترعى نظام المراهنات. كأنت. كالتحاد. المسئول على النظام الكروي. ومسابقات الاندية. ومصالحها. وترتيب الهبوط والصعود. والكؤوس والالقاب والجوائز. لو انت. انت اللي بترعى هذا. بعقدة مثلا بينك ومن شركة. لا ده انت تبقى مؤكد. بتعترف انك بتتلاعب في النتائج. على طول كده. بتوجه. هتقول لي بقى مه ممكن يتلاعب لصالح الاهل. لصالح الزمالك. ايا كان. هو احنا. لصالح صاحب المحل. هو احنا مالنا. احنا يبقى فيه تلاعب. احنا مش عايزين. الموضوع تمالي نبحثه في النظرة الضيقة. عشان انت فلان بتقول كذا. عشان انت علان بتقول كذا. مصلحة شبابنا. مصلحة الرياضة. مصلحة نبل الرياضة. الرسالة الرياضية. ما تبقاش ملوثة كده في كل حاجة. عايزين ننقي واقعنا الرياضي. ودي مسؤولة الاتحادات كلها. طيب. ده لما يبقى في الواقع المصري. على ذكر الفلوس بقى واغراءاتها. متسبي الجنوب الافريقي. وهو راجل ملياردير. رئيس الاتحاد الافريقي. في الجماعية العمومية للكاف. اللي كانت في تنزانيا امبرح. الحقيقة الراجل طلع بمشروع كبير جدا. لتتشين بطولة كبيرة. دور السوبر الافريقي. وهنا برضو علامات استفهام. لانه في بطولة في افريقيا. مجموع جوائزها تبقى 100 مليون دولار. جنيه ولا دولار؟ دولار. 100 مليون دولار جوائز او شاملة جوائز البطولة. شكلها خطوة كويسة لكن بطنها العذاب. جاية العوائد يعني كل المتخصصين بيستغربوا ان في بطولة هتجيب دخل. ده المفروض ان الاتحاد مش هيخصر. الاتحاد هيكسب. لانه عشان ينظم بطولة يصرف على جوائزها 100 مليون دولار هتتوزع. مجرد المشاركة هتاخد مليون دولار. مجرد المشارك البطل تقريبا هياخد حوالي 12 مليون دولار. يعني انت عايز تقترب من قيمة المسابقات الاوروبية. هذا حميد ولكن الكريح جدا. تغطيت ده منين. اولا لا تغطيت ده منين هو عارف. اه. ممكن يقدر يسوقها. استنى. اه. مؤكد هيبقى فيها مراهنات. مراهنات. مؤكد. المراهنات في دور الصبر الافريقي الجديد. ما هو هتقول لي هتغطي 200 مليون دولار. منين. ازاي. اه. انما اللي اخطر من الفلوس الوقت. اه. انت من اين ونحن خلاص اللعيبة بتاعتنا. ها. نرتكب في حقها جريمة كبرى. صحيا استهلكوا. مزاجيا استهلكوا. اجتماعيا استهلكوا. اصريا. كتير منهم عندهم مشاكل. اه. الرجل المواطن الذي يتابع. متجنن من المشاهد اللي بيشوفها غير منطقية. اي. في ادارة هذه المسابقات. اه. هتحل كل ده ازاي. هتجيب الوقت منين. وعلى حساب ايه. اه. لازم قبل ما تحطيلي. المسابقة. اه. تجاوبني على الاسئلة دي. هو هيعمل ايه. يعني احنا شرحنا لكو. اكتر من مرة. بس مدام طلع بيها. اعلان رسمي من الرئيس الاتحاد الافريقي. هقول لكم. هو هينزم افريقيا لثلاث مجموعات. والسبب الحقيقة. غير المعلن عند الاشقاء في افريقيا. انه الشمال مسيطر على البطولات. انه لما بيبص بيلاقي المربع زهب في دور الابطال. مثلا. بقاله كام سنة كله في شمال افريقيا. نادرا. او. قليل لما فريق يدخل زي سانداونز. او القطن الكاميروني. يعني. كل شوية حد يناوش. او مازم بي. او. او مازم بي. لكن يبقى تلت مقاعد على الاقل. من الاربعة في المربع زهبي. من انديت الشمال. واللقب غالبا في احتكار شمالي. بقاله سنوات طويلة. اذا ما كانش للأهل لفترات اكتر. يبقى للترجي. يبقى للوداد. يبقى للرجاء. يبقى للزمالك. مش خارج بره المنطقة دي. بدأ يفكر ازاي يضرب سطوة الشمال ونفوزه. وقوته. فقال لك هنقسم القرى الى ثلاث مجموعات. جغرافية. ايه. انديت الشمال. وانديت الوسط. وانديت الجنوب. كل منطقة جغرافية. تمن انديا منها. هيلعبوا مع بعض. زهابوا اياد. طب في الشمال الافريقي مثلا. عندنا مين. قال لك في مصر. ومش مدي على فكرة. الدولة حق اختيار يمثلها. ما فيش حاجة اسمها عشان بطل الدوري. ولا بطل الكاس. ولا تاني الدوري. هو رايح للأكثر شعبية. في حدد. عايز من مصر الالو الزمالك. وعايز من المغرب الرجاو والوداد. وعايز من تونس الترجي والنجم الساحلي. وعايز فريق من الجزائر. وفريق من ليبيا. قادة التمن انديا. هيلعبوا مع بعض. رايح جاي. يعني دورين. فيطلع الخمسة. وهكذا هيحصل في الوقت. وهكذا هيحصل في الجنوب. كل مجموعة هتصفي مع بعضها. كل مجموعة التمن انديا. يعني 24 دولة مشاركة. كل منطقة هتنافس مع بعضها. رايح جاي. هياخد من التمانية خمسة. عندك 14 مباراة هنا. يعني من التمانية انت عندك 14 مباراة. بعد كده انت هتعمل ايه. هتاخد الخمسة الاوائل في كل مجموعة افريقية. دول 15. وهتاخد افضل 6. قادة 16. الستاشر نادي دول هيبدأوا بطولة من جديد. بطولة من جديد. قرعة. ورايح جاي لغاية الدور النهائي. 16 يبقى عندك واحد. ده كله بنوك قود. ما انا بكلم بنوك قود رايح جاي. عندك 4 مطشط عشان توصل للفاينال. رايح جاي يبقى 8 مطشط. وعندك 14. 22 مباراة. من 20 ل 22 مباراة. 22 مباراة. هي 22. عندك هيتحطوا فين وازاي. هنقول التقسيم الجغرافي. في البداية حيبقى لطيف. لأن المسافات تقسمتك جغرافيا. ما فيهش العذاب. لكن أول ما حتبقى 15 نادي. الكوتشينة حتتفنط. أو 16 نادي. وحيبقى الجنوب والوسط والشمال. مع بعضي. هنبتدي المعاناة بقى. بس بقى في البداية من دور 16. مش هتقابل ابن منطقتك تاني. ما هم. ما ده الخطورة بقى. أيها. ليه. لانا حتسافر المسافات بقى. بس فنيا هيبقى أفضل. انت احنا بنش بتكلم فنيا دلوقتي أستاذ براهيم. أنا بتكلم يعني جدوى الجدوى. ووقعية تنفيذ الأمر. هترجع للمعاناة. انت هتلعب ماتشاط فيها سفريات طويلة بقى. وكل ما تكسب تتعاقب. بتاخد فلوس. وبتتعاقب أنك بتستهلك. وهو ده اللي حصل دلوقتي. بالإضافة إلى المسابقة التقليدية. دور الأبطال هيرجع للنظام الأولاني القديم بتاعه. اللي هو ما فيش دور المجموعات. كله نوك أوت. ما فيش دور المجموعات فيه. طيب نوك أوت ده. هيبقى مليء مليء بالمفاجآت. لأنه حاولوا الكاس. مش حاولوش لدوري. واخد بالك. هتبقى مصابقة هزيلة. واخد بالك. تحتمل أي نتائك. فهو شوية شوية حيخلص عليها. ويدخل السوبر. السوبر هنا بقى. عندما يتبناه الاتحاد الإفريقي. هذا انتصار لمين؟ متسب. إنفنتينو. آه طبعا. إنفنتينو معرفش يمررها في أوروبا. فعاز يبتديها بنموذج. وكأننا في إيران التجارب. يجرب في أفريقيا. إذا نجحت. ما هو الناس نظام تهيب. بإمكانات أقل من إمكاناتنا. جايين تقولونا. إحنا لأ ليه. أستاذ إبراهيم الموضوع. بره. ده بيأكد بقى. اللي إحنا بنقولو. ماني توكس. والفلوس. الفلوس هنا بكل ألوانها. المضيفة. سوري. ودرت ماني. قادرة. أي. موجودين لتنين مع بعض. بس الاتحاد الأوروبي بيحاول وقدم رؤوس كبيرة جدا. قطع بيها في قضايا فساد مختلفة. وبيشاور سواء حكام سواء إدارين. يعني بلاتر غير بلاتر. إحنا عايزين برضو نشوف هذه المحاولات والتفسيرات. وكل واحدة ما يكلمني في حاجة. يقول لي حيطبقها زيب على حساب إيه. الحقيقة الأهرام نشرت أن الأهل بيوافع على المشاركة في دور السوبر الأفريقي. قال لي ما أخطرش بشكل رسمي. لكن كمان وكالة الأنباء الفرنسية نشر التقرير مع الأندية. وموافقتها على الفكرة. الأندية كلها رحبت بقرار الكاف. طبعا وتوجه باترس موتيبي بإطلاق هذه البطولة. بربرة خايمي جونزالس الرئيس التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني. قالت في تصريحات للموقع الرسمي للكاف. إنها سعيدة للغاية بهذا الحدث الكبير وبهذا التطور. وقالت إن كرة القدم بتدور حول الأعمال التجارية. في كل مرة يأتي فيها المزيد من الأموال. يكون هذا أمرا إيجابيا للغاية. بصفتنا نادل نحن سعداء جدا بإطلاق دور السوبر الأفريقي الآن. ولا يمكننا الانتظار أبدا حتى يبدأ العام المقبل. يعني مستعجلة جدا. الست قالت لا. ما تقول ليش يا مستر باترس دانيس. هيبدأ السنة الجاية. ده إحنا عايزين له دلوقتي. هو طبعا الإشارة كلها أنها هيبدأ السنة الجاية إن شاء الله. ما هو ليه؟ ما دين بي يعني بقاله مدة مش. ده سنبا التنزاني. سنبا. طب سنبا ده بقى الذي لم يسبق له الوصول إلى أدوار متقدمة يعني. عنده فرصة في النظام ده؟ جيسيكا متاونج دي مديرة التسويق في كايزر تشيفز في جنوب أفريقيا. قالت إن دي فكرة رائعة جدا إن يكون عندك بطولة أخرى. يمكن للفرق أن تتنافس عليها وكسب المال أيضا مهم جدا في الاحتراف. لكن دعونا ننتظر المزيد من التفاصيل حول البطولة. سياكة شيكوتيني ده الأسطورة الدول السابق لكود دي فوار. رحب بهذه البطولة بالدور السوبر الأفريقي. وقال دي فكرة أيضا رائعة جدا هتجمع الفرق الكبيرة في المنطقة. وفرصة لكسب المزيد من المال. جوستس مجيشة النقب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم في أوغندا. قال إنه إطلاق دور السوبر الأفريقي من قبل مستر باترس موتسيب. اللي أوضح أعلن الفكرة بنفسه وكان متحمس لها جدا. قال إن كرة القدم تحتاج إلى المال. ووجود منافسة تجلب المال يعني الكثير. سيتم تمثيل جميع المناطق في دور السوبر الأفريقي. وهذا جيد. اللي حيبلغ إجمالي جوائز هذا النظام. مئة مليون دولار أمريكي. هيحصل الفائز البطل على 11.6 مليون دولار أمريكي. شوف. نخش في الجدوى المالية. لا حلو. آه. طبعا ما أنت مدير التسويق في الأهلي. يعني زي الستات دول كلهم تكلموا على أنديتهم. والأهلي ما تكلمش. قول. لا الأهلي اللي ما هيجيل الموضوع. والموضوع بسيط عنده واضح جدا. لكن ده له مغزى. أربطه بالواقع المصري بتاعك برضو. عشان نستفيد منه. المغزى يا صهاز إبراهيم. هو ما عملش مسابقات تفرز المشاركين. إنما ذهب إلى الشعبوية. إذن عندما تريد أن تنجح أي مسابقة الذي يعنيك الكتل الجماهيرية المرتبطة بالحدث. في الوقت اللي الناس بتحافظ على الأندية الشعبوية. وتستثمرها بالشكل ده. ده أنا هاخد الجانب بقى اللي اللي لازم أتعلم منه. أنا سألت أسئلة ومستني إجاباتها. مش مستني يعني إن أنا بطلب من الناس حاجة. الأياب هتجاوب عليها ضروري يعني. إنما أين نحن من استثمار الأندية الشعبية بتاعتنا. كل النظام الكروي عندنا يجهد الأندية الشعبية. بما فيها الأهل وزمالك. طبعا. يعني أنت عملية التضخم في أسعار اللاعبين والمدربين والمناخ العام. والإنفاق الرهيب. وبتحملني البنية التحتية. وبتحملني كل حاجة. ما هو ده بيأثر مؤكد على سيطول يوما الأندية الكبيرة. النهاردة أنا لما شوف الترسانة ولما شوف في بداية الموسم وكيف كنا في حالة هلع وخوف على الإسماعيلي. والآن نحن في حالة هلع وخوف على المحلة والاتحاد. ليه؟ لأن دي سعادة الناس في مجمل الشعب المصري. طبعا. في وجود الأندية دي. دي زي المكانه. أنت هنا مساحتك كده وانت مساحتك كده. لكن لما تركب الصورة خلاص وما دول الشعب المصري. بالضبط. بالضبط. مهما حاولت تعمل شعبية لأندية قوية وجديدة. ووجودهم مهمة. أنا مش ضدهم. بس أنك. لماذا هم السطول كاملة؟ لا. الأيام هتفرز هذا. هتفرز هذا. حط معاه بقى الغموض في اللي كنا بنتكلم عليه. اللعب النظيف. اللعب المالي النظيف والتلاعو والرهنات والحاجات دي. اللي لازم تتحسم. ربما قاني الأوان أن ندرس فكرة اندماج الأندية. أصحاب الشركات اللي محتاجة تعلن عن نفسها. مع الأندية الشعبية. يعني كل نادي فيه محيطه عنده شركة أو اتنين قوية قوية جدا. بدل ما تعمل فرقة لوحدك يا سيدي. سمي نفسك الاتحاد السكندري كذا. أو كذا الاتحاد السكندري. هو الأهل مش لقى صيغة ويوي السلام. واخد بالك. لا. فأنت تقدر من هنا يحصل. أنا كنادي أو كشركة. عشر شركات في الأسكندري حتى نفسه. من اللي حيلعم على التحاد السكندري وشيء لإسمه. ويتحمل. جزء كبير من ميزانيته. وفيه حاجات كتير. وصفقاته ومشاكله وصفره وعربيته وطيارته. الكلام ده. وهكذا الإسماعيلي وهكذا المصري وهكذا المحلة وهكذا. ونحافظ على أنديتنا الشعبية. إنما يعني تحطيني في منافسة مع. وخصوصا في القطاع الخاص. دلوقتي شركات كتير جدا قطاع خاص. حتلتهم السوق القادم. وتشوف مصابقات الناشئين دلوقتي أنديا. نرحب بها. ولكن في إطار الحفاظ على وجود الأندية الشعبية. بمناسبة أفريقيا. الأورعى بتاع الدور الأبطال اتعاملت. الدور. أنتوا عارفين أن الأهلي ضمن الستة الكبار. مع فيه من المشاركة في الدور التمهيد الأول. اللي هو الـ 64. وفقا للنتائج في آخر ثلاث مواسم. الزمالك سيشارك. الأورعى في دور الأبطال الـ 64. الزمالك سيلعب مع إلكت سبورت التشادي. وهذا الفريع على فكرة. التشادي ما تلعبش في ملعبها. فربما يتم تعديل هذا الأمر. ويلعب الزمالك المباراتين في القاهرة. إذا ما اتفق مع إلكت سبورت التشادي. وكمان فيه نقطة متعارضة. هي رخرى. الجيش الرواندي مع التحاد المنستير التونسي. الفائز منهم هيلعب مع الأهلي. يبقى الأهلي بينتظر الفائز من التحاد المنستير التونسي. والجيش الرواندي. ده. هتبعى أي أن كان مباراة قوية جدا في دور الـ 32. لا أنا دايما بقلق منه. أي. في الكنفدرالية برامنز هيواجه الفائز من هلال الساحل السوداني وجيتا جولد التنزاني. في يوتشار في أول ظهور له على الساحل الأفريقية. هيلعب دور الـ 64. برامنز هيلعب في الـ 32. فهيستنى الفائز من هلال الساحل السوداني وجيتا جولد التنزاني. لكن في يوتشار هيلعب في دور الـ 64 مع بيت كوبول الأوغندي في دور الـ 64. الاتحاد الأفريقي عدل توقيتات القيد الأفريقي وأرسل للاتحادات الوطنية بيقول لهم أنه حيتم فتح القيد حتى 22 أغسطس بدلا من 15 أغسطس. يعني تم ترحيله أسبوع. وقال أنه اللي حيشارك في الدور التمهيد التاني اللي زي الأهلي. حيبدأ القيد من 23 أغسطس لغاية 15 سبتمبر. بدلا من القيد الفترة الوانية اللي كان من 1 ل 15 أغسطس. وإن الكاف طلب من جميع الفرق المشاركة في الجولة التمهيدية الأولى. إنها ترسل تاريخ ووقت انطلاق المباريات. كله يحدد مواعيده. بالنسبة للأندية المصرية ربما يطرق جديد في تقديم مواعيد المباريات. وربما نرجع نلعب بالنهار انفازا لتوجهات وتوجهات مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء. حقيقة لن نفعل عشان لكده. إحنا مش منفصلين أبدا عن مصلحة هذا البلد. لماذا قد نلجأ اللعب بالنهار. انت في موقف اقتصادي العالم كل يعاني منه. فلا بد أن تلجأ للحلول الغير تقليدية. إذا كان أحد هذه الحلول للحصول على والحفاظ على قيمة الجنين المصري. ده مؤثر جدا في المطشات. سيبك منوطشات. خلينا أخذها لك واحدة واحدة. استحملني. إذا كان قاعد الحلول إن إحنا نصدر الطاقة بدل ما نستهلكها. نصدر الغاز. الطاقة بشكل عام. ما أنت عتوفر الغاز و عتوفر الكهرباء. يمكنك تصدير الكهرباء اللي أنت بتوفرها. إحنا عندنا طاقة مستدامة يعني إيه. أنت بتحل حلول مستمرة. مع تطوير إنه يبقى بتعظم حجم الطاقة المنتجة تقدر في يوم ما تصدر الفائد. إحنا محتاجين يبقى عندنا فائد دلوقتي في الطاقة أستاذ إبراهيم. فإذا كلنا في بيوتنا والله اللي كل واحد بيشغل تكييف في قطه الناس تجمع في قطة واحدة وتشغل تكييف واحد مثلا. ولما القطة تسعى يطفل تكييف حاجات زكيدة يعني. السخان شغله قبل ما تخش بنص ساعة مش ضرورة تسيب الفيشة وتسافر لأن كل ده بيستهلك. الغاز دلوقتي يوروبا محتاجات جدا وأنت أحد المناطق الذي يعول عليها في الحلول. طب ما أنت بتحتاج منهم القمح وهم بيحتاجوا منك الغاز ما ربنا بيحلالك أهو. أي. إذن العقل يقول أن نحن كلنا بوعي ونساهم في إنجاح توفير الطاقة علشان نقدم نلاقي بقى إيه اللي عايز الفرخة تنزل وتيرخص والخضار يرخص في إيدك وفر الطاقة حيساعد 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 وبذات في الكرة التوفير هيبقى كتير لأنه لما نرجع في الدور الجديد وفي الغالب هيبدأ في أكتوبر يعني بداية الزحف نحو الشتة شوية لما ترجع تلعب بالنهار الأندية اللي كانت بتلعب بالليل والملاعب دي كلها مضاقة لا مش حتستالك طاقة بالليل الأندية كلها اللي بتتمرن بالليل محدش هيتمرن بالليل حيتمرن أثناء بالنهار وتوقيت المباريات دي نقطة مهمة جدا ينتظر مراعاة مع الجدول الجديد دي حتوفر للأندية فلوس ما أنا كنت بروح للأندية بتلقى على بردير كهرباء بأجر لا بأجر الملعب عشان ألعب بالليل لكن أنا ممكن لعلعب بقى على الأرض الضوء واخد بالك وحتى لو أجرت ملعب مش هتشيل فاتورة كهرباء مش هتشيل الفاتورة الضخمة في الكهرباء طبعا فأنت والله هي حلوص صادية كل الناس تقدر تستفيد منها ونعتبر وعلينا أنه نرشد مش بس في الطاقة جزء من الطاقة رشد الطاقة البنادمية هو الناس اللي عملها توري بالعربيات وكل عيلة يسافر بثلاث عربيات وكل واحد نازل لوحده بعربية يركن فين وحط بنزين فين ويعمل ايه الأكل يا أستاذ براهم احنا بنرمي في القمامة كمية أكل مش ممكن احنا يعني احنا مش بناخد احتياجاتنا احنا بنتمنظر في أكلنا بنتمنظر في شربنا صح ولا غلط صحيح صحيح نتمنى للفعل يكون عنده هذا الوعي هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف مين بقى يتمسك من عظمة لسانة أهلا بحضراتكم من جديد شفنا كل هذه الدوشة في المراهنات وهذه اللعبة القذرة ومدى خطرتها على المسابقة المصرية لكن يبقى هناك كلام كثير ومهم بي بعضمة لسانه بعضمة لسانه تزوير فيه أوراق شالبوكية والشالبكة هنا نسبة إلى صاحبها ومؤسسها الكابتن متحد شالب الراجل له كل الاحترام هي فقط اللي فيه حاكم بس لمشي فيه هو هو بدلقب هو بيحب بيسعد بشالبوكة فعايز أقول لكم أنه كابتن متحد شالبي واحد من شيوخ الشغلانة عشان نبقى برضو صرحة وندل كل واحد حقه تقريبا أقدم الموجودين على الشاشة الرياضية من زمان جدا وهو حتى كظابط شرطة لكن اكتزبوا العمل التلفزيوني وأدم برامج كتيرة لكن حتى في البرامج الرياضية أذكر الأسبوع الرياضي اللي كان كل يوم جمعة اسماعيل عفتاح وظهر معاه ساعتها هشام رشاد ربنا يدي له الصحة وقدموا الحياة تجارب كتيرة جدا يعني عايز أقول لكم أن الرجل عنده قدر كبير من الخبرة لما يقع في أخطاء في المقارنة في المباريات لا هي أمور مؤكدة أن أرقام دستة عليها ياخن تليك أنفات سعاد مختلف معاك فيها هو ما بيقعش يا أستاذ بريم هو بيعوز كده هو بيحط لك الحاجات اللي هي عايز يوصل لك النتيجة بتاعتها لكن هو ما بيقعش يعني هو مش أو الإعداد بتاعه يعني أو الإعداد بتاعه يحط له الحاجة اللي بسهولة جدا تكتشف أنها مش سليمة زي ما أنت هتعمل لنا كده الوقت شوفوا هو هو الرجل يعني أنا لما أجي أقارن والقضية كلها المصارى أنه لعبت الأهل المجهدة في حد مختلف على أنه لعبت الأهل المجهدة ده الإجهاد نفسه اشتاكى منهم الإجهاد اشتاكى منهم مستشفى الأهل ما فيهاش مكان الدكتور أحمد أبو عبلا مش ملاحق العضلات كلها علشان ناس بتلعب بقالها ثلاث سنين بشكل متواصل لعبة رقم مش طبيعي من المباريات لكن فجأنا الكابتن متحد شلبي الحقيقة بمقارنة مغيرة تماما للواقع بأخطاء زي ما وقلتلكم ما يقعش فيه حد في خبراته نسمعه الأول لو بصينا ليه الإرهاق نروح للنادي الأهل اللي هو الإصابات ومش عارف إيه والكلام ده كله صلاح محسن في الأهل مجموعة مبارياته تسعتاشر مباراة هحط لك واحد قصاد ومعليش زيزو في الزمالك لعب واحد وخمسين مباراة أحمد عبدالقادر لعب تمانية وتلاتين مباراة من بداية الموسم خذلي بواحد كمان من الزمالك ناخد الوينش لعب ستة واربعين مباراة يعني عبدالقادر لعب تمانية وتلاتين الوينش لعب ستة واربعين نروح للعب ثالث من نادي الأهل محمد شريف محمد شريف لعب مع النادي الأهلي هذا الموسم أربعين مباراة ناخد من الزمالك سيف الجزيري وراس حربة براس حربة سيف الجزيري لعب 48 مباراة ناخد طاهر محمد طاهر على سبيل المثال لعب مع الاهل السنة 33 مباراة ناخد ابو الفتوح قدامه لعب 40 مباراة الزمالك انا ما عنديش حد تاني استشهد به اكمل في الاهل اكتر واحد فعلا لعب هو عمر السلين يعني لعب 54 مباراة ده اكتر لعب لعب وانا باعزوره والله يكون فعونك ياب وبالتالي انا ابصم بالعشرة ان هذا اللعب قد تعرض للارهاق هو صحيح لعب 3 مباراة زيادة عن زيزو يعني زيزو لعب 51 السلية لعب 54 بس السلية في المنتخب اساسي عن زيزو عشان نكون منصفين نروح لحسين الشحات لعب 35 مباراة اخر واحد اخده بيرزتاو لعب 32 مباراة خلي بالك لما نفضل نقول ارهاق 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 اللعيبة نفسها والله بكلمكم بجد بيخش في قناعتها استغفر الله العظيم والسلسة البرحيم حقيقة انا يعني يا كابتن ميتحك مش كده مش كده مش تمالي عايز تخفي الحقيقة عشان تدلل على وجهة نظرك من ايام البس من ايام ما كنت في قناة خاصة وانت بتهاجم الاندية اللي عايزة تشفر ولما بقت مصلحتك بقى الاحتكار بقيت بتدافع عن الاحتكار لما تيجي يعني استاذ بريمي اولا صحح لي الارقام قبل ما علق طيب هنا التزوير فين يا جماعة لان التزوير بيمس حق اللعيبة المجهدة اللي تعبت نهيكو على انه المنهج المقارن اصلا منهج مغلوط 100% لاننا لما قارن لعب دولي اقارنوا بلعب دولي لكن اروح اجيب لعب مصاب من الاهل زي صلاح محصن الراجل قعد 3-4 شهور مصاب واجيبه احطه في مقارنة مع لعب في الزمالك عشان ادلل بيه على انه لعبت الزمالك اكثر احطه مع عزيزه اللي هو اكثر الناس مشاركة مع المنتخب هو هنا التدليس في المنهج المستخدم انا استخدم منهج معين علشان اوصل لحقيقة غلط خالص ده نوع من التدليس والتلبيس وحاجات كتيرة في المناهج انما صلاح محصن كلكم فاكرين انه الراجل بدأ يديله دلوقتي لانه راجع من اصابة باعت طويل جدا احطه اقارنه بزيزه عشان يقولك مين اللي مصاب ومين المجهد 19 مباراة يا جماعة اصاد التاني 51 لا احطي لي زيزه اصاد لعب دولي زيه في الاهل لكن انا هنا هحطه قدام الكابتن متحد شلبي والحقيقة وكل حضرات المشاهدين الاهل والزمالك الفرقتين وهروح برضه للافراد اللي كل ارقام الكابتن متحد غلط في غلط بقولك كلها غلط والارقام موجودة والمشاركات اللاعبة موجودة الاهل والزمالك كفرقتين يا جماعة وانت قبل ما تسرد عدد المباراة هو الاختر من عدد المباراة عدد دقائق الاهل والزمالك كفرقتين ابتداء من 9 اغسطس 2020 لغاية اغسطس اهو يعني بالضبط سنتين كاملين الاهل اللعب وكابتن متحد لو عنده رقم غير كده يقوله لان انا بقوله ارقامك مزورة الارقام فيها تزوير وانتهت ده الى حقيقة خطأ 100% الاهل اللعب 128 مباراة من 9 اغسطس 2020 128 مباراة يعني حاجة 60 مباراة في الابرج الزمالك لعب كم مباراة في نفس الفترة الزمنية 107 مباراة 107 مباراة والاهل 128 مباراة يعني فيه 21 مباراة فيه 21 مباراة الاهل لعبها اكتر من زمالك طيب الارقام اللي الكابتن مت حتستخدمها قالك السلية لعب 54 مباراة لا السلية لعب 63 مباراة مش 54 رقم السلية ده خلاه ينافس مين محمد صلاح تمتخدين انه محمد صلاح بكل قوته وقدراته والمناخ اللي بينافس فيه والعلم اللي بيعلجه والاستشفاء والتغذية والعلم الكتير والمناخ التنفسي نفسه بكل ما فيه منصوب الراحة وصفر وغيره صلاح لعب في الفترة نفسها تلاتة لعب 66 مباراة السلية 63 مباراة وراه بتلات مباريات اصيب خلاه لها كم مرة اللي الكابتن مت حت راح مديله او دوله هما لكابتن مت حت عشان يطلعوا بالحياة دي ويبقى هو المسؤول لان هو اللي قال 54 مباراة السلية لا السلية 63 مباراة يا كابتن مت حت طيب محمد شريف قالك لعب 40 مباراة يا راجل يعني تكلف عشين مباراة افهم ان انت ممكن تكلف مباراة مباراتين ثلاثة لكن من يلعب 60 تقول عليه 40 هل ده منطق يقود الى الحكم اللي صدر شريف لعب 60 مباراة مش 40 لانه كمان تعمد انه يحسب لشريف المباراة الدولية بتاعته الشناوي لعب 60 مباراة لم يذكر لم يذكر حمد فاتحي اللي ما ذكرهوش لعب 60 مباراة بصوا الستينيات 60 مباراة ده رقم وهو الراجل مت حد شالب راجل مدرب عارف يعني ايه حد يلعب 60 مباراة صلاح بكل قوته وعلمه وقدراته لعب 66 مباراة سادي ومانيه لعب 61 مباراة لعبت الاهل عدت سادي ومانيه قفشا لعب 57 مباراة لما تيجي تقول لي سيف الجزيري لعب 48 مباراة اكتر من شريف اللي ديته 40 لا شريف 60 بس المنطق والعدل ان انا لما قارن سيف الجزيري كتونسي دولي اقرب علي معلول التونس الدولي ولا ده مش صح الاثنين الجزيري ملعبش منتخب مصر لعب منتخب تونس وعلي معلول ملعبش منتخب مصر لعب منتخب تونس فعلي معلول قال لك سيف الجزيري لعب 48 مباراة طيب وعلي معلول لعب كام لعب 53 مباراة ما ذكرش ايمن اشرف لعب 47 مباراة لعبت الزمالك زيزو لعب 51 مباراة الونش لعب 50 مباراة مش 46 لعب اكتر سيف الجزيري 46 مباراة مش 48 احمد فتوح رحطت فتوح ضد طاهر محمد طاهر فقال لك طاهر لعب 33 مباراة طيب ما هو مش دولي طاهر ما راحش المنتخب احط لو عايز احط طاهر احطه قدام لعب برضو من الزمالك ما راحش المنتخب لانه لم تتحليه نفس الفرصة في المنافسة الدولية احط فتوح احطه مثلا مع لعب دولي شارك مع المنتخب فبالتالي خضعوا لنفس الفرصة لكن كلها مقارنات منهجيا خطأ معلوماتيا خطأ جدا كانت النتيجة الكارسية للرجل انتهى اليه مين انتو بتقولوا ليه الاهل مجهد ده الزمالك هو اللي مجهد طب ممكن نشوف المعيار البسيط جدا اللي ممكن يوصلك لمنطق هو مين اللي لعب متشاط اكتر هو مين اللي كان عدد لعبته في المنتخبات اكبر في كل المنتخبات لحد وقت قريب باستمرار الاهلي اكتر الاهلي اكتر من الزمالك طب اذا لعبت الاهلي منطقيا ولما كانوا يروحوا كان معظمهم بيلعب اساسي مش بينزل يعني لدقائق اذا المباراة الدولية سواء في المنتخب القلومبي او المنتخب الكبير كان اعداد لعب النادي الاهلي اكتر ماشي طيب لما نادي سنتين وارا بعض ما يوصلش الفاينال يلعب اكتر من نادي اللي لعب المباراة النهائية ازاي ازاي بكل حساباتك ان انا بلعب ثلاثة فينال وارا بعض تعد عليك دي اه انا لعبت عدد مطشاط افريقية على مستوى الاندية مؤكد 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 بلعبتي اللي كانت بتكسب اللي هم الاساسيين اللي انت عملت تغافل عن اعطاهم حقهم كنت مؤكد اننا زائد مطشاط السوبر الافريقي مؤكدا اللي كان عدد مطشاطي اكتر اي حطت بقى معيار كمان هو ما حطوش ان انا سنتين وارا بعض انا بلعب في بطولة العالم للاندية اللي المنافس بتاعي ملعبهاش اكتر معيار بقى انا السنة دي الزمالك لم يوفق في دور المجموعات فخرجها مبكرا انا وصلت للنهائي الزمالك في اتاخر ثلاث سنين عنده فاينال واحد اللي خسر فيه من العام ما انا بقول انا بتكلم على اخر سنتين اللي هو استند اليهم اي فبكل المعايير انا ما راحتش لعبتي الا مؤخرا اخر مطشين لكن كلهم السليم منهم كان بيلعب اذا الذي كان يختفي وبتقل النسبة من شركته كان بيختفي للاصابة التي كان يساهم فيها الاجاد طيب بنصيب الاسد فكابتن متحد كل معاييرك بالمنطق كده من غير حسابات ولا وراء وقلم كيف لما نلعب اخل في كل المصابقات وشاركة اقل على المستوى الدولي ان يتفوق على كل من شاركه في كل الحاجات اللي قلناها دي يعني من ناحية الكام اديكوا شايفين الارقام فرق عاملة ازاي وتم الدفع بارقام مغلوطة مية في المية من ناحية الكيف الزمالك اخر سنتين ما تجوازش دور المجموعات عشان كده هلعب دور الاربعة وستين في البطولة الجديدة لانه ما شاركش ما عداش دور المجموعات بينما الاهلي لعب الاتنين فاينل وقبلها كان لعب فاينل هنا حتى الارقام لو تساوت هو المشاركة في مباراة محلية في الدوري او في الكاس لانه هي دخلة فيها كل المرشات اللي الفريق لعبها في الفترة دي زي ما انت بتلعب في بطولة افريقيا بكل ما فيها من مستوى وتنافس وندية وضغط وتوتر وسفر وكذلك في بطولة العالم للاندية مرتين وراء بعض على التوالي هل نوعية المباريات هي هي هنا المقارنة خطأ مية في المية فما بالك وانت بتدفع بارقام غلط ثم حتى في مقارنة النديين ببعض والاهداف مباراة بتلعب على اهداف شكلها ايه الاهداف اللي انت بتنافس عليها الحيز التنفس اللي انت بتشارك فيه ظروف السفر المشاركات الدولية كل هذه العوامل اغفالها الكابتن متحد تماما في المقارنة تماما علشان ينتهي انها الخطأ مية في المية محدش قال ان الزمالك يستحق او ما يستحقش لكن لما يحد يطرح بشكل صريح وواضح ان لعبة الاهل معرضة للاجهات حقيقة النقطة الجريبة انك تسمع رأي غير ده كل ارقامك يا استاذ ابراهيم حتى السلبية هيحاولوا وغيروها انت بعد ما دخلت نادي القرن بتخش في الشعبية بتخش في القيمة التسوقية بتخش في الاجهات اي حاجة اي حاجة هتتقال ها وبعدين انا عانيت عانيت مل اي جاد في الفطرة اللي خلصت علي اه واخد بالك خلصت وهو طب اقول لك حاجة وانت كابتن متحت مش ملاحظ عدد ايام الراحة اللي بي كل فرق الدوري بتلعبها مع النادي الاهلي مين مين اللي مضغوط ومين الاهلي لا الاهلي لعب خمستاشر مباراة بفاصل زماني تمانية واربعين دي ساعة اذا المنافس بيلعب بياخد راحات ازاي بياخد راحات اكتر مني وبيلعب متشاط اكتر مني يا كابتن متحت مش كده على فكرة الجملة اللي المهندس عادلي بيقولها النهاردة فريرا لما قابل فيتوريا مدرب المنتخب لما زار الزمالك وكان معاهم المهندس عامر حسين فريرا شكوى او ملاحظته هو ليه الاهلي بيلعب قابلنا واحنا نلعب بعد منه فكان رد الحج عامر حسين عليه قال له مهز مالك لما كانت له مؤجلات في سنة الكونفدوريلا كان بيتعرض لكده القالة عدد مطشاطه اكتر فبيلعب قابلك وبعدك علشان يقدر يقدي عدد المؤجلات ونهين احسن تلعب قبل ولا بعد هو يعني مش عايز زي تصدر له توتر عايز لعب راحته بالعكس ده ممكن يصدر لك راحة ما انت في المطشاط اللي انا بقول لكو غريبة جدا احنا مش بندور على وسام مين اكثر اجهادا دي مصيبة يعني يعني دي نقطة سلبية انك انت يكون عندك نتيجة زي ده لكن لما نيجي نناقش مشكلة زي كده لو توفرت المعلومات الصح والارقام الصح هتقودك الى انك انت كراجل محلل ازاي انا اسأل سؤال تاني اعكس لو لا لك انا هيا اخرج مبكرا وازا مالك يستمر حتى النهايات ويلعب كأس العلم الاندية كان فيه يا كابت المتحد حتى حد حيناقش هو مين اللي موجد هو مين اللي مرتاح ازاي بتجيبها ازاي دي انت انت ليك منطقك لوحدك زي ما تشاط الجزائر اما اخنعت الناس ان عالم مصري بيتحرق دي انت ليك كده كتالوج لوحدك بتطلع به وتقنع الناس باللي انت عايزه ولا تعبه بما بالحقيقة يعني ازاي الكلام ده ازاي الكلام ده بتجرؤ تقوله يا جماعة نرجع تاني لفكرة عدم الحساب الاعلام كلمة ومسئولية صحية احنا نتحدث عن ارقام هل الارقام يمكن اغفالها هل المنطق هل نقدر نقول ان اللي بيلعب في مسابقات اكتر ده لعبته بتشارك اقل يعني ازاي اجيب واحد مصاب زي صلاح محسن وقرنه بالوينش واحد دولة بواحد كان مصاب كان مطلوب يلعب صلاح محسن وهو مصاب يعني لا ما تقرنه بحازم ايمان مثلا اي لعب ما بيشاركش يعني انت بتقرن لعب صاعد بيتحصت مكانه مهما كانت موهبته لسه ها والحد كاس العلمان ده كان بيلعب انت انت الفكرة كلها لماذا لا تعرض الحقيقة على الناس ايه اللي بتكسبه من كده مش متحق انا هنا لا اقصد كامت المتحق اي حد بيعرض انا اقصد الذين يروج للغلط يروجون لغير الحقيقة اه بحسن نية باعداد مش مذاكر باعداد بيتعمد ايا كان لكن المحصلة ان فيه شباب قاعد بيتلقى كل يوم التاني اللي ده احنا كنا فكريين غير كده اه انت لعبت في الحقيقة ده كلام كان لابد من اه توضيحه في كشف التزوير اللي فيه هذه الاوراق الشالبوكية لكن بعد الفوز الالي على المصري مباراة كانت برضو الاداء صحيح ما كانش بنفس المستوى اللي كان عليه الالي في مباراة الاتحاد العناصر اتغيرت الدوافع اتغيرت الطاقة في الملعب اتغيرت وتحدث مستر ريكاردو سوارش في المؤتمر الصحفي بعد المباراة هو ليه غير الفكرة ليه بعد ما كان معتمد على الناشئين في مباراة الاتحاد والناس انبسطت وشافت جاري في الملعب احسن وشافت حيوية افضل وشافت عناصر جديدة الرجل كان ليه وجهة نظر تانية في المباراة امبارح مع المصري نشوف رأيه ايه فيها نلعبنا مباراة من ثلاث يام بالزبط وزي ما انا قلت قبل كده في المقابلات التلفزيونية قبل كده لازم يبقى في طريقة نخلي اللعبين الصغيرين تشارك بيه نحن عملنا مباراة وفوزنا فيها 3-0 باللعبين الناشئين وطبعا كان معنا بس الراحة او الفرصة تلات يام بس وبعد كده قدامنا مباراة وصد فريق جيد جدا المهم جدا او الفوزنا في المباراة التي فاتت لم ينفعش انها تقع لكنهم اكيد البدن بتاعهم شايكون مية بالمية عشان مباراة زي دي عشان كده ريحناهم برا كنفانسة عالتة طبعا السيقة عندهم مزادة عالية متهم لجوكدورس ميز فرشك حطنا لعبين فرش اكتر بدنيا نوص الناس عدواري تيو 7 دياز پرا پرپارو جو الخصم بتاعنا بقالو 7 تيام بجهز للمباراة اي سنو فزاسم اسو لو ما عملناش كده اوجو جوانس كستيبارو ميز بي نوزو انتريور اللعبين الناشئين او الصغيرين اللعبين كانوا كويسين جدا في المباراة اللي فاتت مكانوش او جهزين عشان يعملوا مباراة جايدا نهاردة داي امينة تسيزان فايسة وانا كان قراري على اساس كده اي كيبا فزا مباراة او الفريق ادى مباراة جايدا اي جوانس فروا ميز اللعبين كانوا مجمعين كويس جدا متحدين ادروا ترقيموا الخطة اللي احنا حطناها او جهزناها عشان مباراة وفزنا او صاد فريق جايد جدا فريق منظم او فريق في مهارات فردية وفي مهارات جماعية وانا بحيي لعبيني لانهم عملوا مباراة جايدا اوهو ممتس كنو جوامس ممتس كنو جوامس ممتس ممتس كنو جوامس ممتس او ادروا ترقيموا مباراة في بلاحظات ما كولنا شحنا حالتنا فيه احسان حاجة في المباراة وكان الخصم افضل مننا بس كولنا على طول المنظمين قدرنا نستنى اللحظات المناسبة عشان نطلع نجيب منها الهدف وقدرنا نفوز على فريق جايد والحمد لله الفوز باستحقاك شوف هو عصر نقطة اتكلمنا فيها ودي مربط الفرص يا كابتن متحط انا بلاعب فرقة انا ثلاثة ايام ولعبت حتى النشين مقدرش ان انا استهلكهم بنفس كلهم هو على فكرة هم لا كانوا لهمش كلهم هو لعب الباكليفت اشرف ولعب فخري وزياد لعب ولعب واحد في الدقائق الأخيرة جديد لكن غريب ما لعبش هم يمكن في ماتش الاتحاد لانهم لعبوا كلهم مع بعض فكانوا متجنسين مع بعض ده حاجة تانية استاذ براهيم هو انا بناقش تفوقهم لكن مش مطالب ان ننزل بهم لازم مع بعض كل مرة ولا زمالك عمل كده ولا فرير عمل كده نوع ونزل وودي فرص وايلا مش هيبقى عندك ناس جديدة انا بتكلم في فكرة انا بلعب فرقة بقى لها سبعة ايام مستنياني عندها فرصة ترتاح عندها فرصة تاكتيكية تتضرب على الغرض من المباراة شكل التاكتيك اللي هتلعب به وانا بعمل استشاءات وبلعب فلما قعد واحد او اتنين كله ماتش وغيرهم مش ضروري اتحاسب يعني هو يكاد كل واحد له طريقة في التعبير لكن هي منطقية منطقية وبعدين انت ما انت عندك انت قلت واناقهين زي صلاح محسن عايز تشوفوا وميكسوني وبرستي كلهم رجعين ناقهين واخد بالك عايز تشوفهم وعايز تقافهم عن رجليهم لانهم مازالوا لعبة تحملوا مسؤولية كبيرة وادروا شئلوها فلو رجعوا حيبقوا قوة وفي نفس الوقت انا ما ابعدتش الناشئين بشكل كامل انا ستين في المئة منهم لعب او حاجة زى كده يعني مع تقديم حد جديد ميدو نبيل مش ميدو نبيل ننزل في الاخر اه شم الملعب لكن هي كده انا انا ومش عايزين ننسى ان ما هو احمد عبد المنعم ما هو صاعد بيتخارب برضو بلعبة صاعدة تانية زيه في السن انه مناشئين وكريم فؤاد وعبد القادر نفسه نفس السنة بس ما لعبش انا بتكلم على اللعب وبقى منتع عبد المنعم اثبت وجوده بيلعب عشان اثبت وجوده بشكل رئيسي كريم فؤاد اثبت وجوده ايه ونزل يمين وراح جرب هاني في مركز جديد كانت نتيجة التجربة انا ايس المدرب في الحاجات الزغيرة دي نتيجة التجربة دي ايه ان اصفرت عن هدف شارك فيه محمد محمود البديل وهو صاعد بمعدل السن اللي بتحسبه بيه الصاعدين وهاني في لعبة ابداعية جميلة جدا اصفرت عن هدف جميل لحساب واخد بالك فانا عايد اقول لك وحتى حسام حسن واحنا بنقيبه تسبب في ضربة جزاء واحرز هدف كان بيحاول مش ضروري كل حاجة نقيمها بالجماليات وانه لازم يبقى في كل لقطة متواهج عندما عنده قدرة نفسانية يقلب لك النتيجة اهو الكرة هيشوفها تتلعب ازاي لمسة لمسة جون جون كويس وبيجي في اخر الوقت ده اللي انا بقول عليه التقل التقل لما بتقل فريش محمد محمود نازل فريش كويس جديد صلاح اسمه حسام حسن بالدفع اللي وخدها اخر الماتشات بيحاول ليش بتجوده موجود هاني الناس بتظلمه لكن هو عنده قدرات احيانا يتسبب في اخطاء زي اي حد بس لمي ذاته تلغي اخطاء ولا اخطاء تلغي وحتى في الوقت المتاخر ده لعبه باكلفت ما انا بقولك يعني ثقة منه في ان الرجل ده عنده حاجة مش كل المدربين يعني بيجملو وزياد لعب مش زياد لعب طيب لعب بديل لعب بديل طيب ده رأي ميستر ريكاردوس وارش ورأي المهندس عدلي رأي الدكتور طه اسماعيل ايذاء نشوف الناد الاهدي كان في حاجة لهذا الفوز وفي كل مولاي العفية الفوز بالدرجة الاولى في حالات التجديد وعطاء الفرص مهم انك انت تعمل عملة دي وانت بتفوز على اساس دي بتدي معنوية انك انت الخطوات اللي انت تخدها بتكلل بالنجاح بالفوز وده مهم جدا وهو طبعا ابتدى المباراة بيغير اربع لعيبة من لعب المباراة اللي فاتت يعني احنا لحادة احنا عايز يدي فرص للناس كلها اوكي لكن في الناس الوقت عايز اكسر فالنهاردة لازم تختلش العملية بالنسبة لي ولذلك كل الناس اللي شالهم من الشرط الاولاني شالهم من المتشي اللي فات من المتشي اللي فات لعبهم في الشرط التاني يعني لعب في الشرط التاني كريم فؤاد ولعب محمد محمود ولعب زياد فعمله اضافة في الشرط التاني اللي النادل اهلي نجح في انه هو يكسب فيه ويجيب الجولين وده بداية البناء انك انت بتبني وتغير وتبدل وتعمل لكن في ظل انك انت بتفوض في هذه المباراة وده نقطة مهمة جدا يعني الشيخ طبعا عندما يتحدث نستمع ويعني لما قال انه محتاج الاهلي لفوز ودي جملة الحقيقة لما الاهلي بيفوز بيقيم لماذا لما يفوز بنتيجة كبيرة واذا تعادل كيف اهضر الفوز والشرط الاولاني كان ممكن يخسر بس الشرط التاني اللي قدامه لجأ للدفاع فأتاح له ما فيش حاجة اسباب تتعلق بقدرة الاهلي السنة دي في التحليل كله ما فيش جدارة الاهلي بأي حاجة انما كان التوجيه كده لذلك وغيرك لما كان متعسر والناس تتحملته مالزا مالك بدأ متعسرا يقولك المهم يكسر براميد بدأ متعسرا وتدارقه الامر المهم المكسب والثلاث نقاط شخطة بقى جابلون بالاخر مكسب مهم حنوعد بقى نتكلم في الفنيات قوي كتير الزرف ما اسمعش بالكلام الكتير في الفنيات قوي انا رأي يعني طيب كان رأي الشيخ طاع نشوف بقى رأي الكابتن عماد متعب مكسب مهم جدا توقيت صعب بالنسبة للنادي الاهلي لكن مكسب مبارات الاتحاد ومكسب مبارات المصر النهاردة بتدي اريحية للعيبة داخل الملعب بتدي اريحية لمدير الفني انه يقدر يشتغل والضغط يبدأ ايه اللي شوية العيبة اللي نشئين او العيبة اللي صعدة العيبة بتأدي بشكل جيد المكسب بيديهم ثقة في الملعب دكتور طاع قال انه حلو انك تكون بتجرب او بتضيف تحط عناصر ويكون معاها المكسب لان الاساس المكسب وفي نفس الوقت انت لسه انت لسه بتنافس لسه موجود في امل علشان بعد كده ما تجيش تندر فعلى ما اعتقد ان اللعيبة بتأدي بشكل جيد الروح موجودة ومختلفة في الوقت الحالي راحت بعض اللعيبة دي كانت قصة مهمة جدا جدا فيه اللعيبة كانت محتاجها ترتاح وفي نفس الوقت نادل اهلي محتاج اضافات يدور عليها الفترة اللي جاية في نفس الوقت عندي ناشئين بيبدأوا يظهروا بشكل جيد العوامل دي كلها لما تتجمع في الاخر تعمل فريق ينافز ان شاء الله السنة جاية على كل البطلات بل بالعكس ان شاء الله يفوز بالبطلات اللي جاية يكاد يتطابق الكابتن عماد متعب ما انا نسيت اقول حاجة مهمة في كلامة دكتور طه انه قال انا يعني فيه لعيبة ابتدت ناشئين من اول المباراة وفيه لعيبة نزلت ضخط دماء جديدة واحدثت فارقا وقدر الاهل يسيطر وجيبه لين وسهموا فيه الاهداف وهو ما قاله الكابتن عماد متعب وقال انك انت بتجدد دوافعك بتجدد صفوفك بتدفع بالناشئين بتعيد الروح وبتكسب ودي بداية البناء السليم ايه اللي اتنين اتفقوا على الغشدة دي ده كان كلام الكابتن عماد والدكتور طه عن المباراة لكن عماد متعب اختار انه يعمل رسالة للولاد الصعادين بقى كواصية منه عاش هذه الظروف نشوف رأيي او رسالة متعب لللعيبة ايه اتمنى ان اللعيبة الناشئين اللي بتشارك واللي موجودة لازم تفهم ان هي لسه بتبدأ حتى لا مهما الناس تتكلم عنهم كويس سواء زي الطارق محمد اشرف محمد فقري ايا كان العيبة اللي موجودة كلها انتو لسه بتبدأ حتى لو الكلام حتى عنكم بشكل جاي جدا والناس بتشيد بيكو دي البداية كملوا كملوا ما توقفوش ما تفكروش ان انتو عملتوا حاجة انتو لسه بتبدأوا اللعب في الناد الاهلي صعب اللعب تحت ضغط اصعب الناد الاهلي بدور على البطولات طول وقت تشوفنا انا بشكر جمهور الناد الاهلي طول عمر جمهور الناد الاهلي موجود في المواقف الصعب موجود في ظهر الناد الاهلي الجمهور النهاردة موجود في الملعب كان الناد الاهلي بطل الدور يسان بن اول دي الاخر دي في ظهر اللعيبة فدي حاجة مهمة جدا اللعيبة بقى لازم تثبت ده وترج تتبص للجمهور الناس دي مفعش تروحز علان الناس دي لازم تكون مبسوطة طول وقت بقدر الامكان الجمهور بيقدر ده بيحس أنك أخلصت وعملت اللي عليك كابتن عماد قال حاجات مهمة جدا 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 وهنا بيتذكر الاختراح اللي أنا يعني متحمس له وقلته أكتر من مرة لبعض المسؤولين عن قطاعات الناشئين شوفوا اللعيبة النمازج القدوة دي لن تععد مرة في الشهر تتكلم معه اللعيبة الناشئين بمستوياتهم المختلفة لأن أنا لما يعد معي وأنا الراجل عندي 15 أو 16 أو 17 سنة واحدة كابتن عماد متعب يقول له أنا عملت إيه واستحملت إيه عشان أكبر ووعي خلي بالك وكان بتجي لي لحظات ضعف تغلبت عليها إزاي ده كلام مهم جدا جدا ما قاله كابتن عماد متعب أهم من التحليل الفني إزاي اللعيب يهيئ نفسه للي جاي لأن انت ممكن جدا اللعيب بعد ما الكلام الإشادة ده لو لقى نفسه بره مطشين يجي له إحباطه يبتدي يكره الموقف نفسه وقول لك الله هم بقى ما لعمل لهم إيه تاني عشان ألعب فيه ناس ممكن تسخنهم كده لديم يعرفوا إن رحلة الكرة ده رحلة صعبة إن احنا مش فسحة مش كل مطش انت هتتقلق يعني كل اللعيب طالع إحنا بنتحفظ وانت فاك الرسالة كنت بقولها أول ما طلعب كابتن أحمد عبدالقادر وغيره وكنت بقول إن يا جماعة موهبتكم مؤكدة أنتوا في النادي الأهلي وطلعت الفريق الأول يعني ما حدش يعني من عليكم بأنكم موهبين لكن العبرة إزاي تستثمر موهبتك لصالحك وإنك تتطور وتتقدم اللي زي كابتن عماد متعب والكلام اللي بيقوله ده مهم ويجب أن يكون منهجا يستفد منه على شكل أوسع شوية الحقيقة تأكيد عماد وتأكيد الشيخ طهق قبل منه على إنه العبرة بالاستمرار المطلوب من الولاد الصعادين الموهبين ولمجرد وجودهم في النادي الأهلي وترقيهم من فرق الناشئين ده دليل موهبة أنت مش لسه حد هيثبت أنت كف ولا مش كف لكن المهم الاستمرار المهم الاستمرار والمهم التركيز لأن المشوار لسه طويل قوي واحد من المدربين الأجانب اللي عاشوا مثل هذه الظروف مع النادي الأهلي ونكحوا حققه بطولات كان الألماني راينار تسوبل راينار تسوبل في مداخلة مع قناة الحياة قال برضو رسالة المرة دي لجمهور الأهلي نشوفه تقول إيه النهاردة الجمهور الأهلي قفوا بجانب الأهلي أنتم مشجعين الأهلي قفوا بجانب الأهلي حتى إذا كانت هذه ليست الأوقات الأفضل للنادي الأهلي ساعدوا النادي الأهلي لكي يعود إلى أوقات أفضل وكي ينهي الدوري العام المقبل في الصدارة ويفوز بدوري أبطال أفريقيا وعليكم أن تدعموا النادي الأهلي مشجعي الأهلي في الحقيقة هم مشجعين رائعين جدا ومن حق لا أقول لهم لا ينبغي أن تغضبوا عليكم أن تساندوا فريقكم يعني طبعا الإشارة بالناشئين تهمنا جدا لكن أهم حاجة الجملة اللي أنهى بها حديثه جمهور الأهلي جمهور رائع جدا جدا ولا ينبغي لكم أن تغضبوا وتتصرفوا بغضب عليكم أن تساندوا فريقكم والله ما قلنا غير كده من غير زعل لأن دي النصيحة الزهبية لو كنت عايز تساند حد عشان تقومهم جديد بسرعة هو يعني هي دي قيمة الأهلي شوفوا تسبل مشي من قد إيه بس لسه عنده الإحساس بالأهلي فما بالك لما يبقى نجم عربي عراقي محلل وكابتن زي مايسم عادل مايسم عادل نجم الكرة العراقية ومدرب الكبير والمحلل البارز الحقيقة رسالة منه لقو مهور الأهلي نشوف ماذا الذي يحدث في الكرة المصرية إلى هذه الدرجة يعني عن تضحكون عن الناس سؤال سؤال هل هي عن ضحيق عن الناس هو يا أخي ما أعرف شنجو يا أخي منا بالله الدوري خالي يروح لكن مبهى الطريقة هاي هذه الفضائح يعني هاي فضائح بكل المعنى فضائح زين لأن الجا يحدث مهزلة بكل المعاني زين يعني ضحية جايسر النادي الأهلي العام 14 نقطة فقد النادي الأهلي السنة هاي إلى الآن فما عاش نقطة فقد النادي الأهلي بسبب هذه الأشياء الكارثية اللي جاي تحدث هناك بالفعل شيء غير طبيعي زين أيضا في موضوع مهم غاية في الأهمية على جمهور النادي الأهلي عظيما ينتبه لأن هناك حملة على الخطيب في هذه الفترة وعلى إدارة الخطيب وإدارة النادي الأهلي المراد منها دك الأسفين بين الجمهور والإدارة فعلى جمهور النادي الأهلي العظيم أن ينتبه لهذه الحالة وأن يركز عليها تركيز كبير لأنه هناك أغراض وأهداف لزعزعة استقرار الكيان الأهلاوي يجب أن تقف الجمهور مع إدارة الخطيب اللي يمكن كان من أفضل رؤساء الأندي اللي مروا على النادي الأهلي ولولا اللي حصل مثل ما ذكرت لكم من عوامل معاكسة ومن ظروف غير طبيعي مربيها النادي الأهلي ومن ثلاث سنوات النادي الأهلي لم يرتاح لكانت الأمور أخذت منحة آخر فعلى جمهور النادي الأهلي العظيمة أن تقف خلف إدارة الخطيب في هذه الفترة الحرجة ولأنه بالفعل ويستحق فرصة كبيرة لأنه رجل هو محترم ورجل له قيمة كبيرة وأيضا أن تقف الجماهير مع الإعلام الأهلاوي الصادق وليس مع الإعلام الأهلاوي اللي يحاول أن يروج بعض الأشياء اللي يمكن تهز القلعة الحمراء يعني الراجل نطأ ما الذي يحدث هو ضحك على الناس وخلاص مش مسأل الدوري بيروح لكن ما تبقاش الأمور بالطريقة دي والكلام اللي قالوا للجماهير مهم تاني الجماهير ليه الجماهير أنا عايز الصورة تانية يا نبي يا جماعة حطالي بتاعت الخطوط تاني تاني من فضلكم عشان أنا عايز أعلق حاجة بمناسبتها حاجة أعمق أو من فكرة التسلل أو مش تسلل يا أستاذ إبراهيم ليه بنقول جمهور الأهلي وقف مع النادي الأهلي أقف يا جمهور النادي الأهلي مع النادي الأهلي صح ما تخليش حد يضللك حتى لو بيدعي أنه أهلاوي سواء خارج أو داخل مصر إلي له أغراض هنا أو هنا ما لناش دعوة لكن عشان هذا الخط اللي اتعامل لماذا لا يتكرر هذا الحدث والتدليس والتزوير الفج لأنه كان عايز أتعدي لأنه حاسس أن جمهور الأهلي غضبان على الأهلي وممكن ما يوقفش معاه فبقى يروج لنا لتجارته المسمومة ويحط لنا مثل هذه الخطوط اللي هي تزوير في أوراق ونتائج رسمية واللي بنقول مش عايزين نعرف الكرة تسلل ولا لا عايزين نعرف الخطوط دي تحطت ليه جاوبولنا الموضوع ده عايزين نتكلف يا أستاذ إبراهيم ما داما في العمر بقية لأنه هو مربط الفرس هذه اللقطة اللي بنقول له جمهور الأهلي واللي شافها الناس بره منهم والأستاذ ميسم عادل الرائع اللي والله أنا بشعر أنه يعني بيحبه مصر وبيحب النادي الأهلي لأنه يتحدث حتى عن الكرة مصرية بكل الحب والصدق عايزين يا جماعة الناس ما تطمعش فينا أكتر من كده الناس مستهينة قوي بحقوق النادي الأهلي لدرجة أن تحطلنا خطوط زا كده عشان تقنعنا أن الكرة دي أفساد وأن تحطلنا أرقام عشان تقول لنا لعبت الأهلي مش مجادة لعبت زمالك مجادة لأنهم حاسين أنكوا غضبانين شوية ولأنهم حاسين أن فيه من جوانا من يروج لهذه الأمور ده كلام مهم جدا لكن المباراة شهدت جدلا تحكميا كبير بعد الفاصل نشوف ماذا حدث بعد المباراة أهلا بحضراتكم من جديد ما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي في ظهره جمهوره يحميه دي الحقيقة التاريخية الحقيقة جمهوره بوعيه بإخلاصه بحبه بتفنيه هو دايما الوقود الفاعل في مسيرة الأهلي تاريخيا مباراة الأهلي والمصري شهدت جدلا تحكميا يمكن على إثر إهمال مخرج المباراة إعادة هدف المصري الملغي من تسلل ومسؤوله ومسبيره أعلنوا إحالة طاقم التصوير الفني للمباراة المصورين والمخرج للتحقيل تبيان الحقيقة في هذا الأمر من الناحية التقنية لكن من الناحية التحكمية كان فيه جدل حوالين هدف من تسلل الغاه مساعد الحكم للمصري وضربة جزاء واضحة وصريحة يحتسبها الفار للأهلي نشوف رأي الكابتن سامير عثمان في الوقعتين ركل الجزاء كان محمود البنة قريب جدا منها أمر باستمرر اللعب مش مهم الحكم يبقى قريب من الكرة بس ممكن ما يشوفش طبعا هنلاقي فيه لعب بإهمال من لعيب نادي المصري بقضمه اليسرى استضم طبعا بطريقة ما فاش تعمد وحنا عارفين إن التعمد خلاص اتلغى من قنون كرة القدم لعبة بإهمالي بقرار سليم للبنة بعد ما طرق مجد الندى بركلة جزاء دي كانت أهم لعبة من لعبات المباراة النهاردة بصراحة الله يكون فعون البنة معظم المباراة صعبة هدف نقف هنا بقى لحظات دي أهم لعبة لحنا نتكلم فيها مبدئيا اللعبة دي قريبة جدا من قبل منشرح من لعبة النادي الأهلي والمقاولين اللي تم إلغاها لنادي الأهلي بسبب رمي الربيع التداخل دخول المدافع المتسلل بروا احنا عندنا يا كابتن هنا الكرة تلعبت تمام عندنا شايفين اللعيب اللغدر ده ده المهاجم ده مهاجم عندنا لو الكرة جات من اللغدر للغدر على طول خلص ده تسلل استفاد من مكانه استفاد من مكانه طيب لو اللغدر لعب وجات في اللحمر زي الكرة اللي حصلت النهاردة برضو تسلل برضو تسلل برضو تسلل ليه هنا بقى استفاد من موقعه استفاد من موقعه بسبب الارتداد قرار سمير جمال ممتاز يعني هي حتى تسلل على مرحلتين لأن الشيخ رحب مش بس واقف بين الجون وبين المؤخر مدافع للأهلي ونطط معهم ده كمان جيري تابع الكرة لحد ما داخلت ما فيهاش مناخشة يعني طيب ده رأي الكابتن سمير عوثمان اعتقد الرأي واضح ده تسلل وده ضربة جزاء الهيسر الحصلة دي حصل على ايه نفسي اعرى حتى اعتراض الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن يعني حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد المباراة يقولك أنا كنت متأكد ان ده هيحصل اللي هو ايه وبعد كده انتوا بتسألوا سبب توتر الجمهية اللي هو ايه يا كابتن ايه اللي انت كنت متأكد انه يحصل والان النادي الايلي اللي الايلي له ضربتين جزاء ما تحسبوش يعملوش سيبك من ده انا انا بتكلم في المباراة دي يقولك انا قابل المباراة مرضيتش اقول لي لعبتي ان ده هيحصل اللي هو ايه انك اخطاء كل المحللين مجمعين عليها الا انتوا ده كان رأي الكابتن سمير عوثمان خد يا كابتن حسام رأي الكابتن جهاد جريشا الديئة 78 وحالة مهمة جدا ان راكل الجزاء تم احتسابها في الملعب حاكم المباراة محتسبش حاجة واستمر اللاعب الفار استدعاه الرجل الشمال للاعب النادي المصري اللي هي رجل الشمال للاعب المصري هي دي اللي عملت اهمال واستضمت برجل اللاعب النادي الاهلي وبالتالي راكل الجزاء صحيحة باهمال قرار سليم من حاكم المباراة وقرار مهم جدا من حاكم الفار باستدعاه الحاكم لرقل الجزاء اللاعب المهم برضو في الديئة 4 و 85 هدف المصري الملخي اللي لعب الكورة رقم 9 لعب النادي المصري رقم 9 ده اللي لعب استضمت بلعب النادي الاهلي ده اركداد او استضام بلعب النادي الاهلي وبالتالي مش لعب وبالتالي اللي لعب اللعب الاساسي هو لعب النادي المصري اللعب اللي موجود في مواقف التسلل ده يعاقب لو جاته الكورة سواء لعب الكرة أو تدخل مع منافس وهو لعب لمس الكرة هنا لمس الكرة لمسته وبالتالي يعاقب بالتسلل قرار مهم جدا وقرار سليم جدا من حاكم المساعدة الأول سامير جمال ما هو قرار مهم وقرار سليم بس يتحسب للأهل لا يعاد كده لازم يبقى ونشاكك في مكسب الأهل بأي طريقة ضرب جزاء ولا أوضح وفي صيد ولا أوضح لعيب وقف بين حارس المرمى وبين المدافع وكرة لعمت في اتجاهه ونط وقفض وشارك عايز تتحسب ايه يعني الراجل وقف على خط المرمى مالوش دعوة حسبتها ضده الأهل والموليد الأهل والموليد وتلعته برضو كلكم تقولوا أفسيد أفسيد صح خلاص مش ضروري بقى يعني وبعدين يا أخي نفس الأندية دي تتظلم ظلم الحسين وبعد كده ما يتكلموش في المطشط التاني بس النادي الأهلي هو اللي يجب نتكلم عليه شوف هما لأنه هي خلاصتها بالنسبة لجمهوره حتى الإسماعيل وجمهور القناة وجمهور المصري كل المدربين اللي بيشتغلوا هنا أو هنا أو حتى الإداريين هم بيخطوا الجمهور يعني أنا أنا لا أظن أبدا أن حد دولي كبير زي كابتن حسام حسن ولا كابتن إبراهيم حسن لما يتفرج على الحاجات دي ما يشوفش أنه موقف لا هو يمكن في الملعب تفوت عليه الحاجات دي لكن لما يتفرج عليها ويشوف هو أو أي حد بتاع كورة ويشوف هذه القرارات الواضحة أنتوا ليه ماشيين في سكة الجمهور إحنا ليه عايزين نرضي الجمهور أننا نخسرنا علشان الأهل تجامل تجامل في إيه هاتلي رأي فني واحد بس يقول إن فيه قرار من دول غلط واسمع وقرى لصحفيين برضو صحفيين في بورسعيد شغل مشجعين وشغل أصل أهلي نفس الحكاية ما فيش أي مسؤولية عن أي حاجة خالص خالص إرضاء الجمهور أصل أهلي كسب عشان ده الأهلي كسب ليه أدي الجنين أدي ضربة الجزاء لكل مجمع على صحيته لهم اللعب اللي عمل الخطأ ده بتهور أو بإهمال وشوف اللي في صيد الصحيح اللي الكل بيجمع عليه جهات جريشة وسامير عثمان خد كمان أحمد الشناوي نبتدي بضربة الجزاء الأول عشان هادي كتل لعبة الأول نشوف نراكة الجزاء بس نوعه بس نوعه فينا لو هو ما مجعش فيها بالكرة هيعدي بس حركة رجل السمال أيوة بس حركة رجل السمال مزبوط لو هو المفروض قال دي حركة طبيعية إنه هو ينتقل بجسم النحية التانية لا إنه هو ترك رجله وحولها هو حب يعطلوا بأي شكل من الأشكال خلاص إنه هو عدى منه حساب حد صحيح هذه العرقلة هنا موجودة حالة التانية اه الحالة التانية بقى بيبدو فيه لاعب من المصري ورا اهو بص لاعب المصري اللي ورا ده بقى متسلس الكرة بص التتلقب نمشي على تلك لاعب المصري بيلعب الكرة بدماره صح ايوه ايوه بص ده بطلع اهو ايوه بص ده زميله اهو اقف زميله اللي اخدر اصبح ما ما خلت في آخر لاعب النادي الآن بالزبط وضمت بحارس المرضى بالزبط يعني مش محتاجة والله نعيد وتزيد فيها ولكن عشان يعني نساكت ما من كرة استحقاها الأهلي أو ظلمة فيها إلا ما حضيت بإجماع الآراء نشوف كابتر رضا البلتاجي نبتدي بضربة الجزاء الأول عشان هادي كاتل لعبة الأول يلا نشوف نراكة الجزاء ايوه بس نوف بس نوف لو هو ما نجحش في لعبة الكرة هيعدي في جسم بص حركة رجل السمال ايوه حركة رجل السمال مزبوط لو هو بقى المفروض قال دي حركة طبيعية إنه هو ينتقل في جسم النحية التانية لا إنه هو ترك رجله وحولها هو حب يعطله بأي شكل من الأشكال بزبط خلص إنه هو عادة منه حساب حد صحيح حالة التانية اه حالة التانية بقى بيبدو فيه لاعب من المصري ورا اهو بص لاعب المصري اللي ورا ده بقى متسلت الكرة بص التتنقل نمشي على تلك لاعب المصري بيلعب الكرة في دماغه صح ايوه 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 اهو ايوه بص ده زميله اهو زميله اللي أخدر أصبح ما خلت في آخر لاعب النادي الآن بالزبط وضم حارس المرضى بالزبط لا جديد تأكيد على المؤكد طيب بمناسبة الكابت الرضا البلتاجي لأنه على فكرة اسمه دخل ضمن المرشحين لمساعدة كلاتنبرج هو وسامير عثمان وياسر عبرهوف لكن بمناسبة الكابت الرضا البلتاجي كان في ضيافة الزميل هاني حتحوت ولما تسمع رضا البلتاجي على طول يروح دماغك توشه هو بقى كله دم في مباراة سنة 2000 الزمالك ولمؤولين في كده اسمه أول ما تسمع عمر عبدالله في المحلة تفتكر طوبة عمر عبدالله على طول كابتن هاني هاني حتحوت زاء ساء لكابتن رضا البلتاجي عن الواقع الشهيرة جدا له وهو بيحكم مباراة للزمالك والمؤولين وخدوا بالكو المؤولين كسبان ومالوش جمهور ومحتسب له رضا البلتاجي ضربة جزاء يعني حتى المؤولين لو له جمهور مستحيل هيعمل كده بس لما يقولوا لكو جون حسن شحاتة قولوا دور رضا البلتاجي اخباروا اياه لانه هذه الواقعة في هذا اليوم بهذا الشكل غيرت مسار البطولة سنة 2000 هنسمع الرواية من لسان الكابتن رضا البلتاجي ونحكي ونفتكر مع بعض الواقعة كانت عاملة ازاي في بداية الالفية تضررت لكن بشكل جسدي اعتداء جسدي عليك في مباراة الزمالك والمقالون العرب طوبة كانت طوبة ولقيت على حاجب رضا البلتاجي انا فاكر الماتش جانت للفاقع ايه لايف كم غرزة مبدئيا؟ اربعة اربعة غرز ايه اللي حصل؟ يعني المقالون كان رئيس لجل حكامة كابتن محمد حسام علي رحمة الله ده دواجيه معايا ومجد رزق كانت نمساعدين المقالون بلعب الزمالك الزمالك كان في القمة كان معهم حسام ابراهيم وهيسن فاروق كان في رأتيه لقوي كانت اول سنة يروح حسام ابراهيم حسن والجماهير متلاهفة لبطول الدول المقالون كان في الديل اتصور يعني كان لسه صاعد من القسم الثاني للأول مع رشا نستشعر تابليه بيومين تلاتة كلامتك كابتن حسام والتولى كابتن اشعز على العب المصري ده يعني يعني بعتذر لك عنه هو اصر قال لي لا لا دعوتي سهل وفتاع وهي خلاص وان صاعد جيم ايه شو تقولين المقالون ده دغغ الزمالك بلغة الكرة كده وفي الديام كانت اتنين واربعين حسابت بنالتي على الزمالك بقرأيت المقالين رامي رامي سعيد اه فاكرا رامي سعيد وراح وكان فيه مدافع البدفاع حسام عبد العالم على الخلاص سنسافر بنالتي وانا بنالتي انا قرار انا بعتزمي جدا الجمهور جمهور زمالك مكشفي جمهور تاني قلت يا بتخليد يعني هتوقف وكانت ساعتها فيه تعلمات لما تشتم يعني واقف هتوقف هتشتم تاني والعب انك تتصد ولا حاجة تتصد الدخل الجمهور اه الجمهور شتامي تاني يا دوق خارج النهايات الصفوط الاولين خارج عروط اللبس لقيت الحجر ده جاي طبعا الملعب كله المقالين ينغادر النهاردة انا عنده جمهير يعني اه فاق يعني توصوا انه كان جمهور الزمالك استحالة يعني كل مقالين مقالين كان واحد جايب خطيبته اللعيب جايب خطيبته واحد جايب والده فجايب رزمالك بالله اه يعني انا دخلت وصممته وان خدت قرارني بالغلب ان المباراة لانتوا استكمل اه هو من الصدف كان كابت محمول خطيب كان في استاد ميل هو كان مقاش فيه بقى السيديوهات التحليلية بالشكل الحالي اه لكن كان حجر كبير اه انا اصممته وقالك هلين كانوا حاولات لاثنائك عن قرارك يعني حقيقة دخلت وطلبت كان فيه جهاز كابتان اسرع في قاسم للصحة والعمر طويل كان موجود وطوفيستر كان على رأس جهاز زمالك وكان الدكتور مدوح مصباح اه لكن انا صممت هم حقيقة وكان حلم تران كابت حلم تران انا صممت على الغال مباراة كنت تتصور ان المباراة تحتسب للمقالين اه لكن فجئت بإعادة المباراة فجئت شعرت بالظلم بإعادة المباراة اه يعني الى اعتدى عليك جله حق''ا ونتا معانچ في ماكنه حق يعني معيش استفاد من خطأه يعني مخطي يعتقد فيه نطت قناءهні في القانون في الحقوق وفي الك hätte حتى كده المخطر لا يستفيد من خطأه لكن أنا يعني كنت أثمانا أن المباراة تصير طبيعية وما أقولين يا عبد حقوق لاسا أعيدت فائزة زمالك أعيدت وفائزة زمالك وخالد الدوري شوف هذه واقعة يعني المفروض التاريخ يتوقف أمامها فريق فائز واحد صفر الحاكم بيملعب الفريق الفائز اللي ملوش جمهورية يتضرب بطوبة لأن الفريق اللي فرحان بالجون زعلان بالحاكم يعني إيه المنطق الغريب وكيف يتم التدليس في أوضح الأمور أستاذ إبراهيب بس عني إذا خلاصك قبل دي أفكرك الجملة اللي قالها قالك ده أثناء المباراة جمهور الزمالك شتبني وكانت اللايحة بتقضي لما جمهور يتشتم أوهر في اللاعي فقالك أنا وقفت اللاعب وجمهور الزمالك بيشتمني يعني واضح مين الجمهور الغضباء يا سيدي دي عايزة التدليس بدأ والله العظيم وأنا قاعد كده وأنا كنت قريب من الأحداث شوية بتفرج عليها من قرب وأنا هشوف حيخرجوا من المصيبة دي ازاي مساء لوضحة زي الشمس فرقة كسبانة الرجل اتعور الفرقة الغضبانة صاحبة الشعبية لغى الماتش يبقى خلاص من الخسران الكسبان لا يمكن اللي محسب له بنالجي بص بقى في اللقاءات اللي بعد المباراة اللي في الملعب وبدأ الحديث من بعض الإعلاميين الزمالك مالوش دعوه ده ملعب المقاولين شوف خدوك فين ملعب المقاولين ده المسرح وانت لما تحدث جريمة قتل على مصرح يبقى صاحب المسرح بالضرورة هو الجاني إنما يستفيد المهزوم والحكم اللي لغى الماتش عشان ياخد جزء من حقه ان الناس ضربتني أكد أنه كافة صاحب الوقع تنتهي البطولة بفوز حلال من الاثناشر بطولة بصوا بقى المباراة دي كان يوم 21-11-2000 21-11-2000 السرد اللي قاله كابتن ردا ده قاله بنفسه يعني واللي كان مساعد معاه أو لاينمان وقتها كابتن وجيهه أحمد اللي ميسك رئيس لجنة الحكام بعد كده يعني شاهد وراخر على اللي حصل والكابتن محمد حسام الله يرحمه رئيس لجنة حكام الأمور منطقيا لا يمكن تكون غير كده لدرجة أنه كابتن ريدا البلتاجي بيقول له أنا حتحوت أنا لو كنت أعرف أن القرار هيبقى كده ما كنتش لغيت ومتنزلت كملت بدمي هو كاف المغلوب ليه قالك لأنه اللي ضربني استفاد هو عارف مين اللي ضربه قالك المخطي اللي ضربه هو الاستفاد أقولك مفاجأة أه ماتش الأهل وإسماعيلي بتاع الكاس اللي اللي كان كسبان واحد صفر وبعدين جي الجنب في آخر وقت برضو الخبراء أجمعوا فيه أن الجنب فاول وتعادل إسماعيلي وتعمل أكستر طايم المهم الأهل يكسب الكاس فكان في العمل مداخلة ولعبت الأهل بتحتفل بالكاس فأنا كنت موجود في الاستوديو فعمل مداخلة الكابتن محمد حسام فتحدثت معه يعني قال لي ما هي ما أثرتش بقى والأهل يكسب يا باش مهندس قلت له أنا بتكلم على صحة القرار مش من الأهل يكسب ولا ما أكسبش قال لي لا يعني هو بس المهم من الأهل يكسب لأن دي كانت هتعمل مشكلة كبيرة قلت له على فكرة أنا عارف ساعتها كابتن حسام في أمور بالموأمة زي الطوبة بتاعة الكابتن رد البلتاجي ما عرفش إيه اللي خلينا تذكرت فقال لي هي ما كانتش طوبة ده كان موبايل ده كان موبايل وترمى من المأسورة شوفوا الدقة بقى قلت له الله موبايل يعني معروف بتعميل وكان زمان الموبايلات كبيرة طويلة معروف بتعميل وانا عرفت مين اللي رماه منه بعد كده قال لي لما ماتش لا لان يا ده رئيس التحدي دلوقتي حاجز الفل هتغرقنا مش جمال علام يعني هتغرقنا 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 فرامل الموبايل قلت له يعني كيف تدار اللي مور بهذا الاسلوب وينتهي الأمر اللي لازم يبعد عن البطولة خالص ياخدها في الآخر بمثل هذه القرارات زي بالضبط 2009 اللي يقول لك الماتش الفاينال والجنب بتاعة طلاع الجيش ويسابوا الحكم اللي وقف يحتمثل مع جماهير إسماعيلي في أحد القنوات سيد فتح ها سيد فتح اللي ضربتين جزاء للآله واحتسب ضرب الجزاء وهمية عشان الأهلي يخسر من الشرطة طيب هرجعكم تاني لدورة 2000 يعني وهو ده المشكلة أنه جمهور الأهلي أصلا مش زنان يعني عشان بيكسب كتير ها فما بيقفش عند الحاجات دي كله يقول لك ايه جنح حسن شحاط يا سيد الطيب وطوبة رضا البلتاجي أو موبايل رضا البلتاجي أخباره ايه تعرفين الماتش ده أثر ازاي المباراة دي كان الآله 34 نقطة والزمالك 33 الآله 34 نقطة والزمالك 33 كان الماتش بونطين اه المباراة كان الزمالك وقت إلغاء هذه المباراة متصدر برصيد 22 نقطة من سبع انتصارات وتعادل وهزيمة والآله بعد تسع أسابيع كانت تاني الترتيب برصيد 21 نقطة من ست انتصارات وتعادل وتعادل المهم اعيدت المباراة الملغية بتاريخ 30 ديسمبر 2000 فاز الزمالك 3 واحد واستفاد من الثلاث نقطة الترتيب وقت إعادة المباراة كان الآله له 34 نقطة وكان متصدر والزمالك الثاني 33 نقطة الفرق نقطة الزمالك لما اتعادت خد ثلاث نقطة بقى الزمالك 36 اركب وكمل وخد الدوري في هذا الموسم كان خده ب65 نقطة والأهل 57 نقطة يعني مباراة واذكر وقتها الكابتن طار سليم عليه رحمة الله كان مشرف على الكرة ودي كانت كلمة مؤثرة الزمالك دلوقتي ما بيعملهاش او اي نادي منافس ما بيعملهاش تصريحه قال الاهل مشترب في الموضوع وده مكن اتحاده الكرة انه يمشي الامور زي ما هو عايز يعيد المباراة النهاردة انت لما الاهل بيبقى له اي حق فيه بيلعب مع اي فرعة تبصت لها الطرف التاني الزمالك منافس مباشر يقف بالمرصاد لاعتقاده انه الاهل لو خد حاجة مش حقه هو ينظر هو صح على فكرة لانه لما يبقى فيه طرفين متنفسين اي واحد منهم ياخد حق بشكل غير شرعي ادرب التاني بشكل مباشر فكانت المسألة ساعتها اتحاده كرة استسهل المسألة الكابت الرضا البلتاجي قالك انا لو كنت عرف ده هيحصل كنت كملت المباراة برغبة دم اللي على وش عشان ما يستفدش المقطق او اللي ارتكب هذا الخطأ بالطوبة بتاعته او بالموبايل بتاعه وخد الزمالك الدوري في الفين بطوبة البلتاجي او موبايل معرفش مين تحكيب يا جماعة هي دي المشكلة هي المشكلة استناني بس ابعد من نقطتين مش فيه عقوبات مش فيه عقوبات يعني انت لما بتتلغيلك مباراة مش فيه عقوبات اي انت عفيت النادي من كل ده انت عدت له المباراة اللي كان مغلوب فيها فكرة انك تلم من ورايا اخطائي دي بتديك ثقة وبتعود لعبتك اللعبة على حاجات في التكتك بتاع اللعبة والتكنيك ان اقدر اشدك واقدر ازوقك ومش حيتحسب عليها حاجة واقدر ابتح دماغك واقدر جوني يطلع من المرمى يدي لعيب بالقلم فاللعيب يطرد اللي تضرب بالقلم واخد بالك ويتلغي الجوني السليم واكسب بهدف اعتبال اقدر اعمل كده هي دي المشكلة انت بتلعب في ظل حماية مطلقة اي وناس تانية التربص ارجعوا بقى مش عارف اه الكرة كانت بتتنطق طب وفي ماتشي انا مع الزمالك اللي فرق الكرة كده يعني عيبها مرتين اصفرت على هدف فيها بدأ ما اكسب الماتشي ده وكان زمان الماتش ده من الدين التفوق لحد النهاردة في الدوري اه ايه ده يعني يعني عندما تتوقف امام هذه الامور لا تقولي نظريت المؤامرة ولا تقولي انا عايز حد يشرح للناس دلالات الامور انا لا عايز اقول مؤامرة ولا عايز اقول اللي صالح مين ولا يعنيني اذا الامر انا عايز اقول انا بالعب تحت ضغوط وتخوف باستمرار ولذلك جمهورك مع اي تعادل من اول الموسم بيبقى الان عارف ان انت هتتفعت امن التعادل ده قدام في اللحظات الحسيمة هو ده الغضب الجماهيري انما هي لو تسابق كده هتبقى حاسس ما انا باخسر النهاردة ممكن يخسر بكرة والامل موجود لكن لما تعرف ان انا مش هيسمح ان تلحق بهذا السباق بتبقى لقى اي ادي اللي عملت ببساطة شديدة جدا وببساطة اشد كمان من كده نطلع فصل اهلا بحضراتكم من جديد قانون الكرة واحد ما فوش فرق يعني مدغاشقر بتطبقوا زي ما بتطبقوا اسبانيا لكن الغريب جدا ان احنا سلوا بلدنا مختلف سلوا بلدنا القانون فيها غير اي حاجة تانية خالص وبنطوع كل حاجة حسب صاحب القرار اللي بيقولوا يخدموا ايه كابتن عصام عفتاح وهو رئيس لجنة الحكام متدايق زيه زي كابتن جمال الغندور وكل خبراء التحكيم اللي كان رأسه مؤلف سيف اتحاد الكرة ما يجيبش خواجه اجنابي يشرف على الاتحاد ليه قالك ده يمس سمعة الحكام المصريين طب والمدرب المصري رأيه اخباره ايه احنا بنجيب مدير فني اجنابي لكل حاجة ما احنا بنجيب لعيب اجانب لا كابتن عصام عفتاح رأيه انه رئيس لجنة الحكام لازم ان يبقى من هنا ليه نشوف ما رأيك في القرارات او القرار المتعلق بوجود خبير تحكيمي اجنابي يقود المسيرة المتعلقة بالتحكيم المصري وفقا للرؤية الجديدة اللي طرحها الاتحاد بص عشان نتكلم بالكورة المنطقية طب طبعا ده رأي الاتحاد الكورة يحطرم ان يجيب خبيل اجنابي ما يجيبش خبيل انا موافق موافق لكسط دعتي انا يعني انا بقول ان التحكيم الخبيل اجنابي لان يوفيد الكورة المصري التحكيم المصري بأي شيء على الإطلاع ليه ليه الخبيل اللي هيجي اللي هيجي بسهولة بنقطة انت عندك شديد سيبك انا سمع فتاح هتبك انا سمع فتاح مش مابوض خالب مش انت معندك الكفاءات تقدر تكون التحكيم الخبيل التحكيم هيتعامل التاني مع الحبان وعلى فكرة رغم ان تلمى البعض ان تلمى الخبيل وانا موجود تلمى ممكن تزعل يعني ليه لان على الاقل لازم نتناقش ونتكلم وعلى فكرة انا ممكن اقلم كمان ارائف كبراء كمان ممتدين ممكن كمان يعني ممكن يفيدوا بس القصة فيه القصة فيه انت محكات واحد على الاقل فاهم الامور داخل بلد طيب يبقى انا كده فهمت انا كده فهمت والناس كلها فهمت انه حضرتك غير راضي عن الفكرة اصلا وانه ما فيش حد ناقش معك الموضوع ماشي ماشي ما فيش حد ناقش معك الموضوع ماشي معايا الموضوع ممكن الاتحاد يقول ان احنا هنجيب حد يساعد ولك زمانة حد يساعدك الفترة جاية كمستشار كا 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 دوراب العمل يتنظم ازاي انا انا افضل افضل ان الخبيل النبي هو يتحمل المسرورية كلها اه يتحمل المسرورية كلها ما جابش اهم جملة لأ جابها وانت ما خدتش بلد لأ لبقول لك فاهم زروف البلد يعني وعشان كده كابتن عثام اللي هي ما خلتش التحكيم يمشي في الاتجاه السليم هو كده انت كنت حتفهمه الظروف اللي تخليها تغادع عن الحاجات اللي حضرتك بتدافع عنها عشان كده جابه على فكرة انا معانم ما ييجي يقول انا عيب وانا موجود يجيب احد انت احسن واحد في الدنيا انت حر شايف نفسك كده بس انت خدت فرصتك كاملة كاملة لكن بوص الدنيا بينك شاورت بالاحتواء مرة بالبروتوكول مرة بحد يكون عارف الظروف ظروف اللي تخليك تحيد عن العدالة يا كابتن عثام وانا قلت قبل كده استاذ ابراهيم هناك جمل موروسات افسدت كل شيء خرج الحكم بالمباراة الى بر الامان اذا لم يعد حكما وانما اصبح مخرجا واعترف الكابتن محمد عادل انه جاءت وقت ادارة المباراة وليس حكمها اذا نحن نعترف بوضوح وصراحة ان احنا بنحيد ما لنجدع باللي بيحصل بقى خلونا في اللي عايزينه ودلوقتي كابتن عثام يقولك عشان هو مش عارف الظروف اللي بنعمل فيها ده ربما انت بجيب واحد مش عارف الظروف اللي انت بتعمل فيها استاذ عثام عشان يكون يعني اذا كان فيه مجملات ما تتجملش اذا كان فيه توجيه ما يتوجيهش اذا كان التحكم يا كابتن عثام يعني عدالة انت تريد وتشير انت والاخرون وتربين على كده الحكم قادي المباراة ليس الحكم قادي المباراة لانه يجب ان يتمتع بضمير القادي الذي يقرأ ويمحس ويفحس فجاء الفار اتح له الفرصة ان يصبح قادي المباراة فماذا فعل ماذا فعلتم يا اصحاب القرار لا زادت دين بلا فما بقولش ان كراتن برج ده حيعمل انا ما عرفش لسه لكن فكرة التعليق نفسه مش مزبوط الحكام اه عندنا خبراء على فكرة ليست ازمة مصر في الدراية والمعرفة في التحكيم ازمة مصر في ارادة تطبيق القانون توظيف الدراية والارادة في تحقيق العدالة بس احيانا زي الطوبة كده تاخدك في قرار مش مفهوم لا يحقق اي انواع العدالة والان الفاري ياخذك الى هذه المناح طوبة عمر عبدالله لطوبة البلتاجي طوبة عمر عبدالله طوبة البلتاجي قرارات قرارات المنصورة الافة بتاع محمد عبد المنصف اللي اطرد فين اللي اطرد فين اللي اطرد شوف العجب اطرد والضرب شوف العجب احنا بنشوف العجب والناس تمسكلك في حاجة جون حسن شحط جون حسن شحط سليم خلاص هنسلم انتهى هنقوح ما كانش قفصايد هنعمل ايه طيب انما انت شوف قدام قبل منه مع المنصورة حصل ايه حصل نفس الموس هل دي مواقف تعدي هل دي مواقف بتعدي هل انت لما يعني القانون بيقول لك ايه لما تيجي تعين مسؤول شوفوا هو تاريخه ايه طيب لما رئيس نادي يضرب حاكم بالشلاليت رايح استنجد به في ملعبه كما حدث في مورة الولوم بالكفر زيت حاكم حمد الشعبان حمد الشعبان طيب لما رئيس نادي تاني يضرب حاكم واللي اتنين وواحد اللي ضرب رايش نادي الحمول اللي ضرب الحاكم الاتنين اتكاف وواحد بعده مجلس ادارة وفي الاتحاد الافريق الاتنين بقى لهم حيثيات كبيرة جدا واحد منهم لازق الان يدير من الخفاء الديني عقلك أستاذ ابراهيم لماذا يحدث أستاذا في مصر زي ما قال الكابتن عصام عبد فتاح الأجنبي مش هيبقى عارف الأمور ماشى في البلد ازاي وده كلام خطير جدا يتم التحايل فيه على القانون لكن باستمرار هو الضغط على الأهلي لدرجة ان الأستاذ أحمد موسى في برنامجه قال له انت مالك ومال الأهلي انت عايز من الأهلي ايه نسمعه انت مالك بالنادي الأهلي سيب الأهلي سيب كابتن خطير انت بتصدر مشكلتك الأهلي هو اللي عملك الديون اللي عليك الأهلي هو اللي بقى اللعيبة الأهلي هو اللي ماشى الناس ايه ايه الناس اللي عملكة تصدر أزمتها للأهلي هو الأهلي صدر لك مشكلته لما يبقى عنده مشكلة هابتة الأهلي قفل نفسه عنده وإدارة محترمة وإدارة منضبطة جمهور عظيم محترم بيساند فريقه ويساند مجلس إدارته هو ده الأهلي وجمهور النادي الأهلي هو بيعمل كده عمره ما يصدر أزمته لغيره خالص عشان ايه منضبط اميه ما عنده مشكلة اكتمع خلص محدش تكلم هو بتسمع الأهلي بيتكلم بتسمع النادي الأهلي بيتطع يتكلم وقولك أصل حصل أصل فنان عمل أصل عمرك ما تلاقيها من أول كابتن صالح لحد كابتن بيبو مش هتلاقيها لأنها مؤسسة ملتزمة نعم الناس تطع ايه شتايم ومعندكش غير شتايم أنا بقولك نادي الزمالك والله العظيم الإدارة الموجودة ما بتنامش لأنه على دماغه إيه عايزة جدد عايزة جيب صفقات قال لك نجيب صفقات تبكي النادي الأهلي ليه يبكي النادي الأهلي ما يا رب تجيب رونالدو شوف كلام الأستاذ أحمد موسى أهميته في أن ما فيش نادي عايز يكسب إلا بيبص على المنافس الرئيسي بتاعه عشان يقدر يتعامل في كل حاجة إدارياً وفنياً وا 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 لكن أن تعيش مركز مع المنافس فقط هنا هنا المشكلة يعني أنت مش هتلاق النادي الأهلي كل ما يعمل حاجة يجيب صرت نادي زمالك مستحيل يعني ولا رئيس أنت بتشتغل وتكتهد وأنا بشتغل وتكتهد وكل واحد في النظام بحكمة يشيل شلته وربنا أقدره عليها ويوفقه بس الموضوع يبقى بسيط كده ده ملخص الكلام لكن في حاجات احنا بنتكلم دلوقتي على أصحاب القرار طيب اتحاد الكرة الطائرة الحقيقة هنا من قبل بداية الدورة والحكاس السنة اللي فاتت وساعة انتقالات اللعيبة وهنا في ملك وكتابة المهندس عدلي أثار قضية مهمة جدا كانت تتعلق بتغول نفوذ السكرتير العام لاتحاد الطائرة حسن عابد على تسيير شؤون الاتحاد إلى درجة أنه التحكم في انتقالات اللعيبة لتوجيه البطولة وتوجيه البطولة وكان الكلام صحيح وصريح بالقسم ما كناش لسه لعبنا ولا خسرنا لكننا لعبنا ولا خسرنا ولا ظهرت نتيجة الحركات اللي بتحصل وكانت التسمية بالقسم أن الراجل السكرتير العام للاتحاد متجاوز كل خطوط حدود مسؤولياته الناس سكتت زي ما سكتت على صرخة سعد شلبي من 2017 على المنشطات إلى أنفجينا أنه ده موجود المراهنات إلى أنفجينا أنه لسه المصيبة موجودة والمراهنات شغالة على البطولة بتاعتنا لغاية النهاردة لغاية اليوم الخميس سكتنا على نفوذ راجل موظف في الاتحاد إن راح ولا جيه هو راجل موظف يعني ليه حدود عمل لا يجب أن يتجاوزها وإلا يبقى هو اللي بيدير الاتحاد هو اللي بيشغل مجلس الإدارة القضية قضية توجيه يا أستاذ إبراهيم فيتدخل لنفوذه وعلاقاته وانتماؤه وارتباطاته ومصالحه في تسيير المسألة ضد النادي الأهلي بالتحديد كانت الحقيقة صرخة وقتها ومحدش استمع لها إلى أن جابوا مدرب أجنبي للمنتخد دخل معاه نفس الشخص في خلاف تخيلوا إن نفوذ الرجل ده يخليهم بيشيلوا المدرب الأجنبي صبيحة السفر إلى دورة ألعاب البحر المتوسط لإلى إنه المدرب ما خدش ابنه كده اللي بيلعب في النادي اللي بيحبه اللي بيلعب في نادي الزمالك كده اللي غير اللوائع عشان يكسبه اللي تعدلت له اللوائع ومحدش بيتكلم ومحدش بيحاسب ومعرفش فين جهاز الرياضة وفين وزارة الشباب والرياضة وفين المفروض الجهات المسؤولة لكن المسألة ما هي مدام ماشي في السكة دي خلاص لا هو في وزارة الرياضة عارفينه بالاسم وعارفينه كويس لكن سكتين لأنه بقول لكم ساعة لما تكون المسألة ماشية ضد الأهلي هتلاقي كل الناس دي من بانها بانها شايلة كتير الحقيقة إلى أن هاني حتحوت استضافه على التليفون فيرمولين المدير الفن السابق لمنتخب الطائرة عن ظروف إقالته لأنه إقالة كانت غريبة وعجيبة والناس في المطار رايحة للبطولة سأل هاني حتحوت فيرمولين نشوف قال إيه لأنه كشف عن كل المستور ده ذكرت في بيانك بعد الرحيل عن تدريب المنتخب أنك كنت بيتم إجبارك على استقدام لاعبين معينين إلى منتخب مصر للكرة الطائرة إيه تفاصيل هذا الإجبار بطرق مختلفة طلبوا مني عن أخطار لاعبين لم أضعهم على القائمة وكانوا يكبروني أن أضعهم على القائمة وتحدثوا مع مساعدية ليضغطوا علي وكانوا يتحدثون مع الجميع ليغيروا رأيي بخصوص اللاعبين وكانوا يقولون لنا من تأخذ ومن لا تأخذ بطرق مختلفة طيب مين اللي كان بيكبر حضرتك على استقدام لاعبين بعينهم ناس من الاتحاد رئيس من الأمينة العام للاتحاد رئيس الاتحاد الكابتن ياسر أمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة قال إنك كنت بتعامل اللاعبين معاملة غير آدمية هذا أمر سخيف للغاية وأنا أحترمهم للغاية وأنا أحبهم للغاية وأنا لدي شعور جيد تجاههم وهم لديهم شعور جيد تجاه بعضهم البعض وهذا أمر غريب للغاية بالنسبة لي أنه لم يحدثوا إطلاقا تقارير كانت خرجت وقالت أنه أحد المسؤولين أراد منك أن تضم نجله إلى الفريق وأنت رفضت وهذا من أسباب الرحيل هل الإجابة نعم أم لا قاموا بكل شيء لإجباري أن أأخذ هذا اللاعب وأنا قلت لهم أنه ليس جيدا ما رأيك فيه وضع كمساعد لي وكان هو من يتواصل مع الاتحاد وكان يخبر الاتحاد بكل القصص أنا لم أختره وكان يريد أن يصبح مدرب الفريق الوطني وأعتقد أنه نجح في لعبته بداية لازم أحيي الزميل هاني حتحود على مهنيته التي يلجأ إليه عندما يتحرق الأمور حتى لو اختلفت معه أحيانا في بعض الأمور سألوا الأسئلة والله والله عشان يصل للنتيجة اللي إحنا كنا شايفينها قبل أن تتحقق شورلوا الراجل بالإسم قال له الأمين العام سيدس حسن عابد غالبا اسمه كده وهو زمالكاوي ابنه بيلعب في نادي الزمالك وجاء من دولاب العمل من وزارة شباب أو يعلمونه جيدا وكان حديثي وقت أن نبهت قبل أن تنتهي بطولات الدوري وكاس عشان ما أقولوش كنت أتكلم عشان اللي قالي خسر بقولي إزاي تفتح الانتقالات إزاي مالك وقتها ساذ إبراهيم خسران من ثلاث فرق يعني ما عندوش أدنى فرصة المنافسة على المراكز الأربعة اتغيرت له اللايحة عشان يغير نص فرقته بشكل مؤثر وستطاع أن يفوز الفكرة كلها وأنت تشاور على الخطأ المفروض أما يطلع حد زي حالاتي وحالاتك يقول هذا الكلام يطلع على الاتحاد يقول لا ده مش مظبوط ده اللاحة كده من زمان احنا ما غيرناش حاجة ما طلعش حد اعمل اللي انت عايزه هي الفكرة كده اللي أعلم في خيلك اركب هي كده انت بتقول الموظف في التحاد بيغير القارات وهو اللي بيحصل فيه الوليد العطار ده موظف ايه ما بيخاب الجوابات وبيشيل فقرات وبيبعت وبيتشارع عليه أنه مختب وبعدين بيقول الرجل بسم الله ما شاء الله بيزدادوا نفوزا وثقة في مواصفات للسكرتيري العام واضحة فانت لا يكون مؤثر هو ده المعامل المفتاح فالرجل قال لهم بوضوع شديد جدا على أسئلة محددة مين قال لهم رئيس النادي الأمين العام رئيس الاتحاد والأمين العام الأستاذ ياسر أمر والأمين العام الأستاذ حسن عامل طب من اللعيب ابنه بيلعب في الزمالك وعايزنا ياخدوه ومش لعيب أساسي في نادي زمالك هو الرجل كان منطقه كده وعايزين ياخدوه ومارسوا كل حاجة وأنا رفقت قال له طيب وإيه رأيك انت بتعامل اللعيب اللعيب بطريقة غير قدمية قال لهم أنا بحب اللعيب زي أعملهم ده أنت كنت بتطفي السجار في جسمهم لما ما كانش بيرمي السير في صح ولا بيعمل إعداد ده كل جسمهم معلم يا راجل وبعدين قالوا انت إيه رأيك في المساعد بتاعك قال له كان عايزي يشئلني وشألني وجه ما كان نجح باللي عايزه هكذا تدر الرياضة وهو ده حالي حد حيتام يرد على الرجل ده إطلاقا إطلاقا ببنى بقول لكم مدام في اتجاه واحد ضد الآلي الكل من بنها وبنها يا مشايلة دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل زين النوادي بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في التاسعة مساء الاثنين القادم إن شاء الله تصبحوا على خير تحية وجلالا تحية